11- العودة إلى الوطن وعندما هدأت الضجة حولي رجعت إلى باريس وطلبت السماح لي بالسفر وكان ديجول في غاية السرور مما جرى ونبهني الفرنسيون من خطر الاعتقال وكنت على علم بما طرأ على الجو من تطورات ومخاطر وأقدر خطورة حركتي وكيدي الصهيونية العالمية ولسيما بعد معرفتها اسمي ولذلك كان علي أن أسافر بأسرع وقت ممكن ولكن لأن سفري غير ممكن إلا بالباخرة وقد تأخر بعض الوقت سؤال هل سافرتم بالجواز الذي باسمكم؟ حصلت على جوازي سفر جديد باسمي وحجزت على أكبر باخرة فرنسية كانت تزمع الرحيل من مارسيليا إلى الإسكندرية ومنها إلى بيروت وقد أصدر ديجول أمرا بلغ إلى كابتن الباخرة بأن يعطوني مقصورة في الباخرة من الدرجة الأولى فيها أربعة أسرة لا يدخل علي فيها أحد وإذا توقفت الباخرة فلا يعطى اسمي لأحد وكنت حاجزا إلى بيروت وهذا في الظاهر للتضليل تحسبا من أن يكون هناك تجسس فيقبض علي في بيروت وكنت عازما على النزول في الإسكندرية وهربت معي عادل ميسكي وهو دكتور من الشام من جماعتنا كان موقوفا أيضا وقد اعتقل لأنه كان يدرس في المعهد الذي أسسه هتلر لدراسة اليهودية وأخرجناه من السجن بكفالة وعلى أساس أنه سوري وسوريا قد اعترفت فرنسا باستقلالها ولم يعود يسوغ سجنه وقد أفرج عنه بكفالة مؤقتة ولما شاع خبر هرب الحاج أمين كنا على صلة به سؤال وبقية الأشخاص الذين كانوا معه في ألمانيا ما مصيرهم هؤلاء بعد هرب من مدينة بالفاشتاين من جبال أليترول كانوا في البيت الذي جمعونا فيه وما إن عرفت السلطات نبأ هرب حتى أحاطت بالبيت وقبضوا عليهم جميعا وكانوا تسعة عشر شخصا سؤال أي السلطات قبضت عليهم السلطات الإنجليزية وقادوهم إلى بروكسل وكانوا متخوفين من أن يقضى عليهم دون أن يدري بهم أحد وألبسوهم لباس جنود إنجليز لأن النظام في قضايا المعتقلين لا يبيح للإنجليز أن يعتقل على الأراضي البلشيكية إلا من كان جنديا إنجليزيا فهؤلاء اقتعدوهم على أنهم جنود إنجليز إلى بلشيكا وانقطعت أخبارهم عنه وكان بينهم رئيس فوج الكشافة المسلم من بيروت سؤال غير فوج النجدة؟ فوج النجدة تابع لعدنان الحكيم أما فوج الكشافة المسلم فهو غيره وقد مرض في السجن وأصاب دماغه شيء من الخلل واقتضت حالته المرضية أن يفرجوا عنه وبصفته لبنانيا وصل إلى باريس وقابل سفير لبنان في فرنسا أحمد الداعوق وكنت على صلة به وفهمنا منه أن مجموعة المعتقلين الذين كان معهم في حالة سيئة يائسون من الخروج من السجن وعلمنا منه أين يوجدون وأن حجزهم باسم جنود إنجليز وعلى ضوء هذه المعلومات اتصلت بالمحامي أو جون الذي ما زال حيا وطلبت إقامة دعوة على إنجلترا إذ حجزتهم باسم جنود إنجليز وهذا مخالف للبلاغ الذي صدر عندما أوقفت الحرب باسم الحلفاء ومفاده أن كل من تعاون مع ألمانيا إذا وقع في يد أي سلطة من السلطات يرد إلى الجهة التي هي صاحبة الحق في محاكمته واستنادا إلى هذا البلاغ أقمنا الدعوة بأن بين هؤلاء المعتقلين سوريون منهم ظافر الرفاعي ورمز ألجاتي وفرحان الجندلي سؤال وعلى من أقمتم الدعوة على إنجلترا سؤال ومن سينظر في الدعوة المحاكم البلشيكية والحجة أن هؤلاء معتقلون سوريون يجب تسليمهم إلى سوريا ومع أن التحريات والتحقيقات كانت لا تزال تدور حول وجود في أي مكان كان مقتضى المصلحة العامة أن أذهب إلى المعتقلين وأطمئنهم قليلا وأن تشلهم من وهدة اليأس التي هم فيها وأي واحد غيري لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة لأنهم لم يصدقوه ولذلك قررت الذهاب إليهم مع الأخذ بشيء من الاحتياطات فجئت إلى عدنان الأتاسي وقلت له نحن قررنا أن نرفع دعوة على السلطات الإنجليزية لدى المحاكم البلشيكية حسب بلاغ الحلفاء لأن لا يعتقل إلا العسكريون وهؤلاء اعتقلوا مدنيين وألبسوهم لباس العسكريين وبما أنهم سوريون نطالب باسم السفارة السورية بالإفراج عنهم واسم معهم فإذا ذهبت إليهم ودخلت عليهم فلا أخرج ولذا أرجو أن تعطيني وثيقة تثبت أنني مستشار حقوقي في السفارة السورية تكون لي حصانة من الاعتقال وإني ذاهب إليهم مع المحامي وكان المحامي قد اتصل بالمسؤولين عن السجن وقال إن من دوب السفارة السورية سيأتي يوم كذا ليزور المعتقلين السوريين ولم نعطي لهذا المندوب اسما وفي الموعد المحدد ذهبت ومعي المحامي وطلبت زيارة المعتقلين كلهم فأجابني الكولونيل المسؤول عن المعتقلين بوصفك سوريا لا أستطيع أن أسمح لك أن ترى إلا السوريين فقط قلت لا بد إلا أن أرى المعتقلين جميعا وكان الرجل مهذبا ورأيته يتناول الهاتف فسألته ماذا يريد قال سأستأذن لك من لندن فنظرت في الأمر إذا استأذن لندن فسيعلم أن اسمي عندهم فتداركت الموقف وقلت أخشى أن يتأخر الهاتف والسفارة تنتظرني ويجب أن أستقل القطار الذي سيأتي الليلة ولذلك أكتفي برؤية السوريين وهم يبلغون غيرهم وأركبني معه في سيارة عسكرية هو يقودها ووصلنا إلى باب السجن وكانت غرفة المعتقلين فوق باب السجن ولديهم علم بأن محققا جاء يسأل في اليوم السابق عن كيفية هربي وقد سألهم أيضا فلما رأوا الكولونيل ينزل من السيارة وأنا معه بهت وأصيب بصدمة شديدة إذ حسبوا أنني معتقل وانهارت آمالهم بالفرج وما دار في خلدهم أنني جئت لأتفقدهم وأنني أقمت لهم دعوة للإفراج عنهم وأدخلني الكولونيل إلى غرفة خاصة وأعلن أن مندوب السفارة السورية جاء ليرى المعتقلين السوريين ونادى على كل من فرحان الجندلي ورمز ألاجاتي وظافر الرفاعي فجاءوا وهم يرتدون ملابس جنود إنجليز ولم يضعون تحت المراقبة فدخلنا الغرفة وأغلق الكولونيل علينا الباب وقال معكم نصف الساعة قال لي ظافر الرفاعي ما الذي جاء بك بالأمس كان التحقيق عنك جاريا أخشى أن ينتبه إليك قلت له تحرر الحاج أمين وخرج من السجن وصاحبكم رئيس الكشافة قد أفرج عنه وأقمنا دعوة من أجلكم ناجحة بإذن الله مئة بالمئة وستخرجون قريبا إن شاء الله فاطمئن كان بين المعتقلين رجل من تونس اسمه يوسف الرويسي قضيته خطيرة إذ حكم عليه بالإعدام من الفرنسيين فإذا أخرج من السجن فبلغوه أن يطلب عدم تسليمه إلى فرنسا وأنا سأرسل له جوازا سوريا على أنه مواطن سوري وحصلت له من عدنان الأتاس على جواز وأرسلته إليه مع المحامي ولكن يجب أن لا يمر بفرنسا وأفرجوا عنه وذهبت بسرعة قبل أن ينكشف أمري وبلغت الحاج أمين وبذلك اطمأن الإخوة المعتقلون وقد أفرج عنهم جميعا بعد ذلك سؤال نعود الآن إلى ركوبكم الباخرة الفرنسية وتهريبكم الدكتور عادل مسكي بعد سفر المفتي كنت أريد أن أسافر وقبل السفر بيوم جاءني عادل مسكي وكان مسجونا وأخرجناه بكفالة مؤقتة من السجن جاء ومعه أبوه يبكيان وتعلق بي عادل وهو يقول لم يبقى أحد يسأل عنه وليس لي إلا أن أهرب معك فقلت له كيف تهرب وأنا مسافر غدا وأمام إلحاحه قلت له تعال إلى مرسيليا لننظر ماذا سنفعل وجاء معي في القطار إلى مرسيليا وحده ولما وصلنا إلى مرسيليا نزلت أنتظر على الرصيف وأرى حالة الطلوع والنزول ما بين المرفأ والباخرة رأيت الناس يتقدمون نحو المرفأ يبرز كل واحدا بطاقة السفر وجواز السفر ويعطى بطاقة صعودا إلى السفينة ويدخل والخفير على درج السلم يراقب ومتى رأى الخفير البطاقة والجواز قال للمسافر مع السلامة والشرطة فوق عند المركب تتأكد من جواز المسافر وشخصيته لأن لا يكون ممنوعا من السفر فالتحقيق فوق عند المركب والناس مزدحمون ويتقدم كل واحدا بدوره حتى إذا تجمع عشر إلى خمسة عشر شخصا ونظروا في أوراقهم وتثبتوا من شخصياتهم أدخلوهم واستقبلوا غيرهم وهكذا وقفت وتأملت وضع المسافرين ودخولهم إلى الباخرة ثم قلت لعادل انتظر هنا إني ذاهب لاستلام غرفتي على ظهر السفينة قبل أن أخرج إلى الانتظار ولا أذهب إلى الشرطة وأبعث لك بالجواز مع حمال في ظرف وأنا على ظهر الباخرة مشيرا إليه أن أعطي هذا الظرف إلى فلان من المودعين ووصل إليه الظرف وفيه جوازي وبطاقة فأخذهما وتقدم وأبرزهما للخفير وكان الخفير لا ينظر متأكدا من الاسم ولا من الصورة من شدة الزحام ولما صعد أخذه ووضعته في غرفتي وكنت قد استلمتها ورجعت ووقفت في الدور لتطبع على الجوازي تأشيرة الخروج كانت الغرفة مقصورة من الدرجة الأولى فيها أربعة أسرة بعضها فوق بعض ولكل شخصا سرير لي ولأم محمد ولإبن محمد البالغ من العمر أربع سنوات ولعاد المسكي وفيها صالو وكانت التعليمات من الخارجية الفرنسية ألا يدخل علي أحد وأكدت هذه التعليمات للقائمين على شؤون الباخرة خشية أن يدخل علي أحد فينكشف أمر تهريبي الشخص الذي معي ولما أقلعت السفينة علمت أن عدنان الأتاسي مسافر معنا وكذلك سفير فرنسا الذي عينه ديجول بعد استقلال سوريا وهذا السفير يعرف قصتي كاملة في حل المشكلة السورية ولما اتجهت الباخرة إلى الإسكندرية جئت إلى عدنان الأتاسي وأفضيت إليه بسر تهريبي عاد المسكي وأفهمته أنني لن أبقى على ظهر السفينة إلى بيروت لأنني إذا نزلت بيروت فسأعتقل ولذلك سأنزل في الإسكندرية وهذا الذي أهربه ليس معه تأشيرة ولا ورقة تثبت شخصيته فينبغي أن يبقى في الغرفة حتى تدبر أمره باتصالك برياض الصلح رئيس وزراء لبنان فهو متى علم أنه من جماعة المفتي يدبر أمره ويبعث من يستلمه من السفينة لأن رياض الصلح يقدر المفتي وجماعته ولن يغادر عادل الغرفة حتى تكون قد قمت بمسعاك ودبرت أمر نزوله من السفينة وقام عدنان الأتاس بالمهمة خير قيام رحمه الله فاتصل برياض الصلح فأرسل إليه شخصا أنزله من السفينة ومضى إلى شأنه سؤال لماذا فضلتم النزول في الإسكندرية وهي تحت قبضة الإنجليز لأن لدى فاروق شيئا من الحماية وقد أعلن أنه أعطى الحماية للمفتي وأنزله في قصر التين ولم يتجرأ الإنجليز على الاستدام به خشية تفجر الأحداث ضدهم لأن فاروق كان في أوجي عظمته وكان هو والمفتي على اتصال واتفاق بأن الألمان متى وصلوا إلى حدود مصر فإن فاروق سيعلن الثورة على الإنجليز وقد اتخذ كل الاحتياطات لسلامة القصر الذي ينزل فيه المفتي ولو أن الإنجليز أرادوا الاقتراب من القصر لحدثت ثورة هائلة وأنا نزلت في مصر لأنه ليس أمامي طريق آخر هنا يوجد فاروق والمفتي مرابط في قصر التين وهناك في بيروت ليس لدينا فاروق ولا المفتي ولما وصلت إلى مصر اتصلت فورا بقصر التين وأبلغت المفتي بوصولي ومعي ابن أخته إسحاق درويش فأرسل من استقبلنا في المرفأ وكان عندي عفش بيت وضعته في صناديق حديدية فاستودعته في المرفأ ونزلنا في فندق باسم المفتي وضيافة فاروق وأمضينا شهرا في مصر قررنا بعدها السفر إلى دمشق على طائرة مصرية وكنت متخوفا من بيروت سؤال ألأن الإنجليز ما يزالون في بيروت؟ الإنجليز موجودون في سوريا ولبنان ولكن الظروف في سوريا تبقى أكثر أمنا من لبنان وجئت لأستلم أمتعة من المرفأ المصري فإذا هي غير موجودة فاحتججنا وبلغنا الملك فاروق واحتج على المرفأ ولكن دون ما جدوى استبين أن المرفأ فيه استخبارات إنجليزية وهذه يهمها أن تتحر الأمتعة لعل فيها وثائق الحاج أمين ولذلك صادر العفش كله دون علم المرفأ ولم نحصل على معلومات عنه وسافرت بحقيبة السفر فقط سؤال أكان في صناديق العفش وثائق سياسية أو نحوها؟ لا توجد وثائق ولكن الاستخبارات رأت الصناديق مغلفة بشرائط حديدية فظنوا أن فيها شيئا فصادروها وأنضيت شهرا في مصر أسأل عنها وكان السنهوري باشا يضع القانون المدني وحضرت في بيت نهاد القاسم في أول قدوم مصر حفلة تنويم المغنطيسي وكان الأستاذ أبو زهرة والسنهوري موجودين وكان الرجل المنوم يخبر بأشياء مغيبة تسأله عنها ويخبر برقم ورقة البنكنوت وأنت تمسكها بيدك ويقرأ الرسالة التي في جيبك فقلت له أنا فقدت أشياء ما هي؟ قال حقائب وقد حولت إلى مركز آخر إنجليزي في عمان قال هذا وهو نائم فقلت في نفسي عجيب وبعد مدة اعترفت سلطات المرفأ أنها بلغها أنني ذاهب إلى عمان فحولتها خطأ إلى عمان وتبين أن المراقبة الإنجليزية أمرت بتحويل صنادق العفش إلى عمان ومع أن التحويل موضوع عليها إلى دمشق وعلمنا أن المراقبة الإنجليزية فتحتها وعينتها آملة أن تجد فيها شيئا فما وجدت وحولتها إلى دمشق واستلمناها من هناك وكانت المفاجأة الكبيرة لسعد الله جابري حين أعلنت فرنسا استقلال سوريا ولبنان إذ لم يخبره عدنان الأتاسي بتفاصيل المساعي التي وفقني الله إليها وكان سعد الله يتساءل من أين جاء لفرنسا هذا العقل والحكمة فأعلنت استقلال سوريا ولبنان دون سبب وأعطوا المعدات للجيش السوري وقد حكى السفير الذي عينه ديجول والذي جاء معي على السفينة القصة كاملة للسوريين لما استقبلوه وهو أول سفير عينه ديجول سؤال في أي سنة كان نزولكم إلى سوريا سافرت إلى سوريا في الرابع عشر من تموز 1946 فنزلت في مصر مدة شهر ثم توجهت إلى سوريا بعد أن تم تهريب الحاج أمين في أيار 1945 وقبل سفره بقي حرا بضعة أشهر وقبل وصولي إلى سوريا كانت جلاء الفرنسي قد تم وبقي الإنجليز 12- الاختلاف مع الكتلة الوطنية ومقدمات إنشاء حزب الشعب سؤال بعودتكم إلى سوريا دخلنا في مرحلة جديدة فهل كان سعدالة جابري رئيسا للوزارة؟ لا أذكر تماما كان رئيسا للوزارة أو وزيرا للخارجية وكان قد بدأ الخلاف بينه وبين رشد الكيخية وكنا نحن الشباب منظمين أنفسنا داخل الكتلة الوطنية سؤال ما عوامل الخلاف الذي أدى بعد ذلك إلى إنشاء حزب الشعب؟ الخلاف بدأ منذ سنة 1938 إذ راح الشباب يعترضون على السياسة القديمة التقليدية المتبعة ويرون أن البلاد خرجت من العمل السلبي ضد فرنسا إلى العمل الإيجابي والبناء وهذا يتطلب تفكيرا وخططا ودراسات وكان الشباب يرون الشيوخ من أمثال جميل إبراهيم باشا وحسن بيك وإبراهيم باشا أوصياء على العمل السياسي ومن هنا بدأ الشبان يشتكون من سوء تصرف الكتلة الوطنية فأدخلونا في مجلس الكتلة واجتمعنا في قدسية سنة 1938 وأبدينا ملاحظاتنا على السياسة الحاضرة التي لم تنتج شيئا مثمرا في الداخل وكان سعد الله الجابري وفارس الخوري وجميل مردم يقفون في وجوهنا ويتذرعون بأن الظروف لا تسمح بالبدء في العمل الإيجابي البناء إذ لا يزالون في موقف ضعيف ولسيما بعد سلخ لواء إسكندرون عن سوريا ولم يكن أحد من الشبان معترضا على الشيوخ من ناحية الثقة بوطنيتهم وإنما كانوا يرون الحاجة ماسة إلى البدء بالعمل الإيجابي والتخطيط العلمي المدروس لقد انتهى عهد السلبية التي كانت تجمع كل من يهاجم فرنسا ويصفق لكل من يتصدى لمحاربتها ولو كانت مومسا وجاء عهد العقل والعلم والتخطيط وهذا ما رفض الشيوخ أن يفهموه أو يأخذو به وقد ألححت على سعد الله جابري بضرورة الأخذ بالإصلاح والتطور وقدمنا نحن الشبان مطالبا في مؤتمر قدسية في الجلسة التي كان رئيسها فارس الخوري ووعدون ولكن لم ينفذ شيء كان الجيل الجديد يرى ضرورة الأخذ بالتنظيم الحديث بكل ما تعني كلمة التنظيم ويرى الجيل القديم أن الجيل الجديد مستعجل ولذلك ترجح لدي أن الجيل القديم ليس لديه الاستعداد للتطوير والإصلاح والتخطيط والأخذ بالأفكار الجديدة البناء وترجح لدي ضرورة السفر لإكمال دراسة العالية وكنت كلما لوحت بفكرة السفر اعترض سعد الله جابري وقال لي يا ابني تأخر تأخر فنحن ما نزال بحاجة إليك ولكن لما اصطدمنا في قضية الإصلاح وأصر الشيوخ على موقفهم قررت السفر وقلت لسعد الله لقد قمت بواجبي وأنتم في باريس فنظمت الحرس الحديدي ورتبت الاستقبالات التاريخية لكم ودعمتكم بكل ما أستطيع والآن لم يبقى لي عمل ما دمتم تصرون على موقفكم من الأخذ بالجديد من الإصلاحات سؤال وما قصة الخلاف بين رجتي الكيخية وسعد الله ومتى بدأت كان الخلاف بينهما قبل عودة فقد جرت انتخابات قبل مجيء ونزل رجتي كيخية ونظم القدس بقائمة واحدة سؤال ما سبب الخلاف بين رجتي ونظم من طرف وسعد الله من طرف سبب الخلاف إصرار الجيل القديم على وضع العناصر القديمة في القائمة الانتخابية كالشيخ عبدالقادر السرميني وعبدالرحمن الكيالي وغيرهما واتجاه الشباب إلى العناصر الجديدة الشابة كرجدي الكيخية ونظم القدسي سؤال هل كان رجدي الكيخية في سن سعد الله جابري؟ رجدي أصغر من سعد الله بعشرين سنة وقد بدأ الخلاف بينهما على القائمة الانتخابية وقد يكون هناك جزئيات أخرى جرت في غيابي وكانت نتيجة الانتخابات أن قائمة رجدي سقطت ما عدا رجدي ونظم ونجحت قائمة سعد الله فتعمقت الخلافات بين الفريقين ولما عدت إلى البلاد وجئت للسلام على سعد الله طلب مني التأهب للسفر سفيرا إلى المملكة العربية السعودية وكنت عرفت أبعاد الخلاف بين سعد الله ورجدي ونظم فقلت له قبل السفر إلى الخارج دعنا نعمل لإصلاح الداخل وأنت تعرف رأيي في هذه المسألة ويجب أولا أن نزيل الخلاف الذي بينك وبين الرجدي ونظم فأجاب لا فائدة ولا يمكن أن نتعاون معهم ورفض رفضا باتا البحث في هذا الموضوع على ما كان يحمل لي من مودة وتقدير سؤال ألم يكن في شخصية سعد الله مرونة؟ سعد الله لم يكن مرنا كان شديدا جدا سؤال هل يمكن أن تعطون رأيكم في تقويم هؤلاء الشخصيات من الرعي للأول مثل سعد الله جابري وجميل مردم وفارس الخوري ولو باختصار فهذا مهم ومفيد شخصية سعد الله جابري ما كتب عنها شيء فهو في اعتقاد شخص نقي لا شك فيه وكان يصلي ويصوم وهذا ثابت عنه في أيام النضال وبعد دخول الكتلة الوطنية كان يدعوني للإفطار على مائدته في رمضان دوما ولما كان رئيسا للوزارة ويحين واعد صلاة الظهر يؤدي الصلاة في مكتبه وسجادة الصلاة في مكتبه دائما فالرجل كان متدينا ونظيفا أنفق ثروته في النضال ضد الاستعمار الفرنسي في حين بقي إخوته أغنياء مع أن ثرواتهم متساوية وبعد أن أنفق ثروته وأصبح رئيسا للوزارة صار عبءا على إخوته هم ينفقون عليه سؤال ما دراسته وإمكاناته؟ درس الحقوق في إسطنبول هو وأخوه إحسان الجابري ولهما أخ اسمه نافع باشا ارتفعت مكانته وصار مقربا من السلطان عبد الحميد وأخذ معه أخاهم الأصغر إحسان بيك فكان مدير مكتب السلطان فالعائلة كانت مقربة من السلطان وأخوهم الحاج مراد الجابري كان متعمما أما أبوهم فهو الحاج أفندي الجابري مفتي حلب كان سعد الله عنيفا في المواقف التي تتطلب الصراحة والجرأة على الخصم وفيه رجولة لما اعتقل إبراهيم هنانو قال للفرنسيين أنا وإخواني ألفنا مجلسا وحكومة وأنتم معتدون ولا يجوز أن تحاكموني وأنا أستدعي سعد الله وجاء سعد الله وأذى شهادة جريئة قائلا نحن كنا مؤلفين مجلسا وحكومة لمقاومتكم وهذه الشهادة كانت في مصلحة إبراهيم هنانو وقد عرض بها نفسه للخطر ولم يتقدم أحد من الزعماء للجهر بها أمام الفرنسيين كانت وطنية سعد الله صادقة ليست وطنية من يبحث عن زعامة أو مال وكان عنيدا في رأيه لا يتراجع عن تصوره واجتهاده لذلك كان يخيف الكتلة الوطنية كلها ولما مرض إبراهيم هنانو سنة 1939 بالسل وشارف على الموت أقام عبد الرحمن الكيال عليه دعوة لأنه كان قد أقرضه 200 ليرة ذهبية وطلب الحجز على قريته ووكل في ذلك عبد الغفور المسوتي المحامي فتألم إبراهيم هنانو كثيرا وكنت أتردد عليه وهو في دمشق بعد عودته من لبنان فسألته من تعين بعدك خليفة لك عبد الرحمن الكيالي أم سعد الله قال لا سعد الله إياكم عبد الرحمن الكيالي لقد كان الفرنسيون يعتدون على أرضه الزراعية وكان عبد الرحمن الكيالي يطلب نقل ملكيتها له مقابل المئتي ليرة ذهبية وزاد في ألمه معرفته أن عبد الرحمن الكيالي غني وفي سنة 1935 وبعد أن انتهيت من امتحاناتي كنت أزوره كل يوم في فندق أوريان بلاس وأجلس معه في مجلس صالون له شرفة على الشمس فكان يبكي أحيانا ويقول مر علي زمن لا تستطيع عدة فرق فرنسية أن تلحقني والآن أقبع في سريري لا أستطيع الحراك وقد حملته أنا وشاب من بيتي فنصة ووضعناه في القطار في محطة الحجاز في دمشق بعد أن أوصلتنا السيارة إلى باب المحطة وأبلغنا حلب واستلموه هناك من القطار وهو في حالة النزع ولما توفي جئت يوم تأبينه وألقيت كلمة في الجامع الأموي أعلنت فيها خلافة سعد الله الجابري لإبراهيم هنانو وهنا بدأت المعركة بين سعد الله وعبد الرحمن الكيالي وأذكر أن عبد الرحمن قال لي ما هذا التدخل قلت له أنا مواطن ومن حقي أن أبدي رأيي وأن أقول ما سمعت من إبراهيم هنانو وعلى كل حال الحكم هو الشعب فإذا كان الشعب لا يريد سعد الله فإنه يختارك ولكن الشعب كله مع سعد الله فتألم مني كثيرا كان الخلاف في حلب على الزعامة التي تستقطب الآخرين ولذلك ما كان يفكر فيها حسن بيك ولا جميل إبراهيم باشا ولا عبد القادر السرميني لأن هؤلاء جميعا سيمشون مع سعد الله ولا أحد منهم يمشي مع عبد الرحمن سؤال وعبد الرحمن الكيالي أما وقف إلى جانبه أحد؟ لا لم يقف أحد سؤال وهل هذا هو سبب ظهور سعد الله؟ سبب ظهوره نظافته إذ أن إبراهيم هنانو قال لي عليكم بسعد الله انتخبوه من بعدي سؤال لو تحدثتم عن إبراهيم هنانو ما قصة كفاحه؟ ما زعامته؟ وما إمكاناته؟ كان إبراهيم هنانو في أثناء الاحتلال الفرنسي مديرا لمكتب المحافظ في حلب وكانوا يسمونه مكتوب جي وذلك في عهد فيصل لما كان جعفر باشا العسكري والي حلب ولما دخل الفرنسيون البلاد التحق إبراهيم هنانو بقريته وأنشأ عصابة ضد الفرنسيين سؤال ما إمكاناته العلمية والعسكرية؟ هو خريج حقوق والتحق بوظيفة مكتوب جي كما أسلفت ولما هب الشعب السوري لمقاومة الفرنسيين ترك وظيفته ليتفرغ للنضال وإني لا أذكر إلى الآن إذ كنت طفلا دخول الفرنسيين إلى البلاد بعد احتلالهم كيليكيا واسكندرون عن طريق الساحل وكان غور قد احتل دمشق فيومها هب أهالي حلب لمقاومة الفرنسيين حتى لم يبقى أحد لم يخرج للمقاومة وهجم الناس على الثكنات وفتحوها وتوزعوا الأسلحة وأذكر أن والدي رحمه الله أحضر بارودة وقال لنا سيكون هجوما على حلب من الشمال ومشيت أنا وراء الناس دون أن أدرك شيئا عن الحرب وكان والدي إذا رأى دما يغمى عليه ولما تقدم إلى الجندية فرزوه خدمة خلفية لأنه لا يستطيع رؤية الدم ولكن روحه كانت عالية وإيمانه عميق وهكذا كان شأن الشعب الذي دفعه إيمانه إلى مقاومة المحتل وتشكلت لجنة للدفاع وتوزيع السلاح ولجنة لجمع التبرعات والذين خرجوا بالأهازيج رجعوا بعد قليل لأن الجيش الفرنسي دخل إلى حلب من الجهة الثانية من خلفهم وصار الناس يخفون السلاح الذي في حوزتهم خوفا من التفتيش في هذا الجو المشحون بالنقمة على المحتل ظهر إبراهيم هنانو وأعلن الثورة وابتدأ يقاتل من جبل الزاوية وتجمع الناس حوله وقام من العلويين الشيخ صالح العلي بثورة ضد الفرنسيين ولما لم يحالفها النجاح انسحب وهرب إلى فلسطين ثم دخل الأردن سؤال هل استطاع إبراهيم هنانو أن يؤثر بأعماله في الفرنسيين؟ لقد أتعبهم حقا وكانت تركيا تمده بالسلاح سؤال ما دافع تركيا في مساعدته بالسلاح؟ في أيام مصطفى كمال أتاتورك احتلت فرنسا سوريا ودخلت من كيليكيا وإسكندرون وخرجت من الشمال في اتجاه الجزيرة إلى مدينة أورفا فلما قامت ثورة هنانو اتصل به أتاتورك وأمده بالسلاح والذخيرة انتقاما من فرنسا وأحستت فرنسا الخطر فوقفت عند لواء الإسكندرون وتنازلت عن كيليكيا شريطة أن تتوقف تركيا عن مد هنانو بالسلاح وتوقفت تركيا وأخفقت ثورة هنانو وهرب إلى خارج البلاد وهكذا فضلت فرنسا الصلح مع تركيا ولو على حساب توسعها لتسلم لها سوريا وكان لها ذلك 13- خدعة الماسونية سؤال هل كانت الماسونية منتشرة بين المثقفين؟ كل السياسيين أجبروا على الدخول في الماسونية دون اقتناع سؤال كيف أجبروا على الدخول في الماسونية؟ لما سافر أعضاء الوفد سنة 1936 إلى المفاوضات نشط المحفل الماسوني قبل سفرهم فلم يترك أحدا منهم إلا ألقى في روعه إذا أردتم النجاح في المفاوضات ومساعدتنا على حمل فرنسا على الاستجابة لمطالبكم فادخلوا في الماسونية قالوا هذا لهاشم الأتاسي ولسعد الله ولجميل مردم وغيرهم وبذلك أدخلوهم جميعا في الماسونية بدافع تسهيل مهمتهم في المفاوضات ويبقى عبد الرحمن الكيالي أكثرهم ضلوعا وشهرة في الماسونية من غيره وحتى أنا لم أنجو من هذه المفاتحة فقبيل سفري بأسبوع إلى فرنسا للدراسة سنة 1939 جاءني ممدوح الأميري القاضي وقال لي يا فلان أنت ذاهب لتدرس في فرنسا فأنصحك أن تدخل معنا في الماسونية ليساعدوك فسيرته وقلت له دعني أفكر فيها ثم جاءني في اليوم الثاني فقلت له ما نوع المساعدة أنا ذاهب بمنحة حكومية فبماذا سيساعدونني قال في كل شيء تحتاج إليه قلت هل يستطيعون أن يساعدوني في الحصول على الشهادة؟ قال طبعا هم سيؤمنون لك الشهادة قلت له إذن أرفض مساعدتهم لأنني أريد أن أتعلم وأعمل ولا أريد مجرد الحصول على الشهادة هؤلاء يريدون أن يكسبوا إلى جانبهم أشخاصا ولا يريدون مبادئا وقيما ورفضت الدخول لقد دخل كل السياسيين في الماسونية مغررا بهم إنها جمعية خيرية تعاونية إلى ما هنالك من أوصاف مغرية وبقوا على الهامش غير فاهمين حقيقتها وهي أن الحركة اليهودية في قلبها وكنا في أثناء الانتداب نعرف أن عبد الرحمن الكيالي وكامل أشرفية من أركان الماسونية في حلب سؤال أكان عبد الرحمن الكيالي طبيبا عاما أم طبيب عيون؟ كان طبيبا عاما 14 مظاهرة العمائم البيض سؤال ما هي قصة مظاهرة العمائم البيض؟ في فترة الحركات السلبية كانوا يجتمعون عند إبراهيم هنانو والاجتماعات يرأسها هاشم الأتاسي كانت دكتور الكيالي وأمير الوفاء وصبح غازي أعضاء في الكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي وكلهم متساوون في الوضع العام ولكن عندما تحدث تحركات ومجابهات يعتقل جميع أعضاء الكتلة ما عدا عبد الرحمن الكيالي ولما قررت فرنسا فصل حلب عن الجنوب وإعلان تقسيم سوريا إلى دويلات كنت طالبا في الثانوية الشرعية الخسروية فقمنا نحن الطلاب بمظاهرة طويلة عريضة صاخبة وحركنا مشايخنا وأذكر أنني قلت لأخي الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقة يجب أن نقنع مشايخنا بالخروج في المظاهرة فتحمس والد الأستاذ الزرقة رحمه الله الشيخ أحمد الزرقة وكذلك الشيخ عمر المارتيني وكان في الثمانين من عمره وغيرهما فتجمعوا في المدرسة الشعبانية القريبة من السراي العتيقة وخرجت مظاهرة كبرى لم يبقى إمام ولا خطيب إلا مشى فيها وكان أصحاب العمائم البيض لا يقلون عن ألفي شخص يتقدمهم الشيخ أحمد الزرقة والشيخ عمر المارتيني والشيخ سعيد الإدلبي والشيخ عمر الشماع وكلهم شيوخ مسنون والطلاب وراءهم وقد خرجت المظاهرة من الشعبانية ووصلت إلى السراي القديمة وكانت مظاهرات أخرى قادمة من جهات باب النصر ولما وصلت المظاهرة التي نحن فيها إلى السراي كانت الدبابات وصلت إليها كذلك ودوت المناطق كلها بالتصفيق لأصحاب العمائم البيض حتى إن التصفيق الحاد أثر في قواد الدبابات فانسحبوا بدباباتهم من أمام باب السراية وفتحوا لنا الباب فدخلنا السراي وخرج وفد يمثل العلماء فيه الشيخ أحمد الزرقة والشيخ راغب الطباخ والشيخ عمر مارتيني وقدموا إلى مرعي باشا الذي كان أعلن تقسيم سوريا قدموا إليه مذكرة وكانت المدافع مسلطة علينا من القلعة موجهة إلى السراي القديمة وظللنا واقفين في المظاهرة ثم تبين أن المباحثات والمذاكرات بين الفريقين تعقدت من أجل إطلاق سراح المعتقلين وضابط المخابرات أو المسؤول العسكري كان واقفا عند درج السراي فأشار بيده إلى المرابطين في القلعة من الجند فانهمر الرصاص من الرشاشات كالمطر وكنا نحن بين البلدية وباب السراي ووقع منا قتلى كثيرون أما الذين كانوا في الجانب الآخر فقد وقع منهم قتلى أكثر وقد أصيب بعض المشايخ ولما سمع والدي بأنني في المظاهرة جاء يسأل عني وكنا أمام انهمار الرصاص عنيفا نتدافع باتجاه حي المستدمية فسقط واحد وتعثر به من وراءه حتى صرنا جميعا بعضنا فوق بعض وتقدم والدي وأخرجني من بين ركام الأجساد وكنا جميعا نلتقط أنفاسنا بصعوبة بالغة وقد اعتقل من المشايخ من يعتقل وأدخل السراي وكانت الشرطة تحتل السطح كله لم يكن إبراهيم هنان عندنا ولما سمع بإعلان تقسيم سوريا هرب من وجه السلطات الفرنسية ونجى من حملة الاعتقالات الواسعة وراحت الجرائد تنشر أن إبراهيم هنان ظهر في الحي الفلاني أو القرية الفلانية والتحق بالعصابة التي أنشأها واستمر الهجوم على فرنسا والحملات ضد التقسيم والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فتخوفت فرنسا من أن ترجع ثورة هنان فاستدركت الموقف وألغت التقسيم وأطلقت سراح المعتقلين وكان من بينهم هاشم الأتاسي فقد اقتادوه إلى جزيرة أرواد أما هنان فقد أفلت من يدهم 15- هاشم الأتاسي ورجالات سوريا سؤال هل لديكم ما تقولونه عن شخصية هاشم الأتاسي؟ هاشم الأتاسي من عائلة علمية متدينة كان أخوه مفتيا في حمص أما هو فكان قائم مقام في الكرك بعمان في عهد الدولة العثمانية وفي عهد الملك فيصل عين رئيسا للوزارة وأخذت منه البيعة بالخلافة للشريف حسين وسقطت الحكومة الفيصلية ودخل الفرنسيون سوريا وهو رئيس وزارة ومن هنا كان مقدما لرئاسة الكتلة الوطنية لما تألفت حركة المقاومة السياسية إذ برز بارتباطه بفيصل ومعظم الناس كانت عواطفهم مع فيصل سؤال هل كانت سنه عالية؟ نعم هو متقدم على أعضاء الكتلة بالسن سؤال ما ثقافته؟ هو خريج معهد الحقوق سؤال ما تعليقكم على شخصية جميل مردم الذي كان يسمى ثعلب السياسة السورية هو من العائلات الدمشقية التي تعتمد على الزراعة والأرض درس الحقوق في فرنسا ولم يكن محاميا كان حركة دائمة في دمشق لا يغني عنه أحد في الأجواء السياسية ولكن الشباب ما كانوا يثقون به وكانت الزعامة على سوريا كلها لإبراهيم هنانو ومع ذلك أسقط الفرنسيون قائمة هنانو كلها إثر وقوفه في وجه تصديق معاهدة كانت تسعى فرنسا إلى تصديقها وذلك في سنة 1933 بعد ثورة جبل الدروز فقد وعدت بالاستقلال وراحت تهيئ معاهدة وتأليف حكومة بطلها شاكر نعمة الشعباني على ما أذكر من حلب وكان وزيرا للمالية وسميت آنذاك بمعاهدة الشعباني واجتمع المجلس بعد الانتخابات التي أسقط الفرنسيون فيها قائمة هنانو ليصدق على المعاهدة وجاء إبراهيم هنانو إلى دمشق وراح يطوف على النواب واحدا واحدا محذرا إياهم من التصديق على المعاهدة ومسدسه بيده وكان جميل مردم في المجلس عن دمشق فقام هو أيضا بالطواف على النواب وتم الاتفاق على أن تقوم مظاهرات ساعة اجتماع المجلس للتصديق على المعاهدة وعرف الفرنسيون ذلك كله فسدوا كل الطرق ولكن جميل مردم كان أشتر منهم إذ كان حركة دائمة فجمع نحو مئة امرأة في دار شرق مجلس النواب من الحارات الداخلية أدخلهن البيوت ولما نعقد المجلس خرجت النسوة يندبن ويصحن بأعلى أصواتهن وهذا ما يسمى باللغة العامية الولاويل وكنت واحدا من طلاب كلية الحقوق الحاضرين هذه الجلسة إذ دعين إلى حضور جلسة مجلس النواب هذه بتكليف من إبراهيم هنانو ووصلت إلينا بطاقات الدعوة كانت ولاويل النساء تصل إلى أسماعنا كالصواعق وكان المندوب السامي الفرنسي حاضرا ووقف جميل مردم وأراهم مظاهرة النساء وألقى خطاب الكتلة الوطنية بالرفض والمظاهرة قائمة في الخارج وصوت الرصاص يدوي فصوت جميع النواب على رفض المعاهدة وقد لعب جميل مردم في هذه القضية دورا كبيرا ومهما وهذا ما أبرزه ومع ذلك كان الشباب لا يثقون به سؤال أكان له تعاون مع الفرنسيين؟ لا ولكن كان متصفا بالنفعية وما كان غنيا ويوم صارت قضية فلسطين شغلنا الشاغل جمعت أموال عن طريق رئيس الوزارة جميل مردم واستلمها ولم يعرف مصيرها وكنت نائبا سنة 1947-1948 فألقيت خطابا في المجلس النيابي هاجمت فيه جميل مردم فما كان لنا به ثقة ومن الطلاب الذين قدموا من أوروبا عبد الرزاق الدندشي وقد أسس عصبة العمل القومي ودخل فيها عدنان الأتاسي وكان منير العجلاني من جماعة الشهبندر أما الشبان آنذاك رجدي كيخية وناظم القدسي وسيف الدين مأمون فقد انضموا إلى الكتلة الوطنية ولما جاء إبراهيم هنانو إلى دمشق لإحباط معاهدة الشعباني لقيه عبد الرزاق الدندشي وقال له يا إبراهيم بك أبعدوا جميل مردم ونحن معكم لأنه لا ثقة للشباب كلهم به ونحن لا نستطيع أن نمشي في قتلة فيها جميل مردم فقال له إبراهيم هنانو وقد أعجبني جوابه نحن الآن في معركة فالذي يتقدم الصفوف لا أستطيع إرجاعه ولو كان مومسا والباب مفتوحا لك يا عبد الرزاق إذا كنتم تريدون التخلص من جميل مردم فانزلوا إلى ساحة المعركة وكونوا أمامه يكون خلفكم أما أن يكون ماشيا إلى الأمام وأنتم مبتعدون معتزلون فلا يمكن إبعاده إني أراه في المعارك السياسية في المقدمة ولا أرى منه في المواقف إلا الإقدام أفيجوز لي أن آتي وأبعده وأنتم لا أرى منكم إلا التمني قال إبراهيم هنانو هذا الكلام وأنا حاضر فجميل مردم شخصية ذكية متعلمة إذا ذكرت دمشق فهو من رجالها وفيها أيضا فخر البارودي سؤال ما تعليقكم على شخصية فخر البارودي كان فخر البارودي ضابطا في الجيش العثماني والتحق بالثورة العربية بقيادة الشريف حسين ثم انضم إلى الكتلة الوطنية كان هذا الرجل في اعتقادي من أخلص رجال الكتلة الوطنية قلبا غير ملتفت إلى شيئا من المطامع لا يداري ولا يبالي إذا تحرك تحرك الدمشق يعد من أبرز الرجال الذين ظهروا في الحركة الوطنية ومن أقدمهم وأكثرهم تضحية ولسنا هنا في مقام التوسع والتفصيل وأراني مدفوعا إلى القول إن رجال الحركة الوطنية جميعا كانوا واقفين في مواجهة الأخطار في العهد السلبي وإذا ظهر منهم شيء من قصور فهو في العهد الإيجابي إذ برز الشباب المتعلم الذي له آراء وأفكار جديدة ويرغب في التغيير والتطوير وتنحية الجيل السابق الذي كان واقفا في العهد السلبي والبروز إلى المقدمة وما كان يبديه الشباب من ملاحظات على رجال الكتلة الوطنية الشيوخ هي ملاحظات وجيهة ولكنها لا يمكن أن تمحو صفحة الجهاد السلبي وتستبدل بها صفحة الشباب الذين جاءوا بعد زوال السلطة الفرنسية ونشأوا في عهد الرخاء والسلم دون أن يقدموا ما قدمه أسلافهم من تضحيات إنهم شبان متعلمون قدموا من أوروبا ويستعجلون حركة التغيير والتطوير والرغبة في اشتراكهم في المسؤولية وهذا كله لا ينقص من قدر رجال الكتلة الوطنية الشيوخ ومن أبرزهم جميل مردم وفخر البارودي وممن لم أدركه منهم فارس الغزي وكان هاشم الأتاسي على رأس الكتلة الوطنية كما أسلفت وإلى جانبه في حمص مظهر رسلان سؤال لو وقفتم عند شخصية هاشم الأتاسي وبينتم أبرز معالمها بالإضافة إلى ما ذكرتموه عنه قبل قليل أعلام الكتلة الوطنية كثيرون وما ينبغي أن ننسى مواقفهم النبيلة في العهد السلبي ولا بد من الوقوف وقفة واضحة عند ذلك الشيخ المهيب هاشم الأتاسي فقد كان في الحياة السياسية السلبية من أقدم رجال الكتلة الوطنية وأكثرهم خبرة وتجربة وأبعادهم بصرا في الأمور وأرجحهم تواضعا وتفكيرا ولذلك أكثر الفرنسيون من اعتقاله لسابقته في مطالع الثورة الدمشقية والدرزية وظل صامدا يقود الكتلة الوطنية متخذا من دمشق قاعدة للعمل والتحرك حتى إنني لا يمكنني القول إن هاشم الأتاسي كان المعبر عن الحركة النضالية السورية بأجمعها وقد التف حوله الألوف من العاملين في الحقل السياسي كان رئيسا للوزارة في عهد الملك فيصل وكان حوله إجماع باسم سوريا فمن باب أولى أن يكون حوله إجماع لرئاسة الكتلة الوطنية في العهد السلبي ولقد أدركناه في ظروف خاصة أيام الإنقلابات فكان من أجراء الشخصيات في مواجهة الأحداث ولما أعلن أديب الشيشكلي دستوره ليحكم البلاد حكما عسكريا كنا بأجمعنا نحن الشباب نتجه إلى هاشم الأتاسي في حمص فيترأس الاجتماعات ويقود بروحه الجريئة الجماهير المجتمعة المنادية برفض دستور الشيشكلي الذي أعلنه غير مبالا ولا ناظرا إلى شيخوخته وصحته بل كنا نحن معشر الشباب نستمد من جرأته وشجاعته معاني الرجولة والفتوة والإقدام سؤال وماذا عن الشخصيات الأخرى في الكتلة الوطنية؟ من أبرز ما نعمل معه من رجال الكتلة الوطنية رجدي كيخيا وناظم القدس عملنا مع رجدي كيخيا في كثير من القضايا والمواقف السرية والخطيرة لأنه كان في منتهى الجرأة والتضحية ومن الأشخاص الذين يندر وجود أمثالهم في الفكر النير والبذل والإقدام أصبح عميدا لحزب الشعب بعد انفصاله عن الكتلة الوطنية وتأليفه حزب الشعب وما كان هذا الانفصال لنقصا في مفاهيم المبادئ التي قامت عليها الكتلة الوطنية وإنما لخلاف بين رغبات الشباب الطموح وتوقف شيوخ المعركة عند مفاهيم الدولة العثمانية التي عاشوا فيها وقد نكون نحن الشباب متسرعين أو مخطئين وعلى كل حال ما ينبغي إغفال مكانة الشيوخ في نفوس الشباب وكان في مقدمة هؤلاء الشباب الذين وقفوا المواقف الطيبة وأثبتوا وجودهم في قيادة العمل السياسي السيد رجدي كيخي فقد كان مثالا في الجرأة والتضحية والإخلاص سؤال هل كانت هناك أسباب شخصية للخلاف بين سعدالة جابري ورجدي الكيخية لم تكن الخلافات بينهما أبدا على قضايا شخصية وإنما الخلاف نشأ من رغبة رجدي الكيخية قيادة الشباب الراغب في التجديد في المنهج والطريقة والنظرة إلى الدولة وقد توافر في شخصية رجدي الجانب الإيجابي المطلوب ومع أنه لم يكن لديه دراسة علية كان بفكره النير يتقدم على أصحاب الشهادات سؤال هل من مزيد في تجلية شخصية سعدالة جابري تحدثت فيما سلف عن شخصية سعدالة جابري وأضيف أنه كان ضابطا وشارك في الحرب العالمية الأولى أيام الحكم العثماني وبوجه عام المتعلمون في ذلك التاريخ كلهم كانوا ضباطا والذي أبرز سعدالة جابري عمله في الكتلة الوطنية ففيها برز شخصية سياسية كبيرة لا يهادن الأجنبية ولا يجامله ولو توقع منه أكبر الأخطار وذكرت فيما سلف أنه أنفق ثروته على العمل الوطني وكان من الأغنياء وأصبح بعد ذلك عالة في نفقاته السياسية على إخوته وعائدته وكان في منتهى الإخلاص لإبراهيم هنانو ثم لهاشم الأتاسي عندما تزعم الحركة الوطنية في رئاسته للكتلة الوطنية وكان مثالا للانتظام والطواعية مع الشخصيات المقدمة عليه من أصحاب المكانة الكبيرة في تاريخ الحركة الوطنية كإبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي فلا تكاد تحس له وجودا أمامهم مع أن مثله خليق أن يبرز ويقف معهم ولكنه كان متواضعا ومخلصا ومتفانيا أمام القيادة التي يراها أيضا مخلصة متفانية والذي عرفته ووقفت عليه بنفسي أنه كان كالصفحة النقية يظهر عليها أقل مما يعكر الحياة السياسية ويرفضه ويثور عليه وأستطيع القول إن دوره في الكتلة الوطنية كان دور الضامن لاستقامة العمل السياسي وللصمود وللصبر وللجهاد وكثيرا ما كانت تتوقف المحادثات فيما بين رجال الكتلة على رأي سعد الله جابري فإذا كانت القضية من القضايا التي تختلف فيها الآراء فإن سعد الله هو المرجع ورأيه هو الأقوى وما كان يتخوف من رأيه مهما كان خطيرا على النفس وكان لا يتهيب المخاطر ويقدم عليها سؤال هذه مزايا طيبة لا شك في ذلك ولكن أما كانت تعوزه العقلية المتفتحة التي تجاري الشباب ورغباتهم في التجديد والإصلاح الذي أدى تجاهلها إلى إنشاء حزب الشعب نشأ سعد الله في جو الرعيل الأول الذي كان في مقدمته إبراهيم هنانو والشيخ العجوز المسن جميل إبراهيم باشا الذي كنت تراه في المظاهرات يقارع العدو ويقف أمام الدبابات وكذلك أخوه حسن بيك وسعد الله كان أكثر ثقافة وأعمق فكرا من ذلك الرعيل ولكنه كان يراهم يقتحمون المخاطر والأهوال فما من سجن إلا دخلوه ولا معركة إلا خاضوها فما كانت نفسه تطاوعه أن يتخلى عنهم والشباب ما كانوا يتفهمون فكرة التمسك بالشيوخ وسعد الله الذي رافق هؤلاء في مرحلة النضال السلبي ورأاهم أبطالا مخلصين كان يرى من الوفاء ألا يتخلى عنهم سؤال ذكرتم حسن إبراهيم باشا هذا أخو جميل إبراهيم باشا وكانوا ينادونه في حلب أبونا حسن بيك ما حدثت اعتقالات مرة واحدة في صفوف رجال الكتلة إلا كان حسن بيك وأخوه في المقدمة ومن الشائع المعروف في حلب هذا الهتاف الشعبي في أثناء سجنه بدنا أبونا حسن بيك كانت دارهما واسعة جدا وهي بيت إبراهيم باشا والدهما فصارت لسعتها مكان التجمعات الوطنية الكبيرة وتقع وراء مغفر باب النصر في حارة الفرافرة وكنا ندرب الشباب فيها والتدريب يجري في أرض الدار والحديقة والبركة الكبيرة الواسعة بعد تفريغها من الماء سؤال هل كان الأخوان من مؤسسي الكتلة الوطنية؟ نعم هل جميل إبراهيم باشا هو جميل قطر آغاسي؟ نعم وعرف بلقب إبراهيم باشا جد العائلة وكان رئيس شركة سياحية لانتقال القوافل التجارية التي تأتي إلى حلب والمسؤول عن تهيئة قوافل العربات التي تستأجر ويذكرون أنه كان أميا ولكن كان ذكيا نبيها وقد على شأنه في عهد محمد علي باشا فكان مقربا إليه يحل مشكلات الناس عنده وأنعم عليه برتبة باشا وأصبحت العائلة تنتسب إليه انتساب مهنة قاطرة إسي سبعة عشر مرحلة الاستقلال سؤال نريد أن ندخل الآن في مرحلة الاستقلال وما قمتم به في هذه المرحلة ومتى كان سفركم لطلب العلم في باريس لقد تأخرت في سفري إلى باريس إلى سنة 1939 مع أنني أنهيت دراستي في الحقوق والآداب سنة 1935 ذلك أن المعركة مع الاستعمار وبدأ عهد الاستقلال المؤقت ورغبة القيادة الوطنية وبخاصة سعدالة جابري في أن أؤخر سفري كل ذلك اضطرني إلى تأخير سفري ولكن لما اضطربت الأمور في سنة 1939 وظهر تأمر اليهود مع الحكومات الفرنسية لوقف تصديق المعاهدة ترجح لدي السفر واستأذنت سعدالة جابري كما بينت آنفا وسافرت قبيل إعلان الحرب بخمسة إلى ستة أشهر ووصلت إلى باريس ولم أعد إلا في سنة 1946 سؤال هل حضرتم عيد الجلاء في سوريا؟ لم أحضر جئت بعد الاحتفال بالجلاء لأنه كان في نيسان وأنا جئت في شهر تموز سؤال هل تم تأليف حزب الشعب بعد الجلاء؟ نعم بعد الجلاء في سنة 1947 سؤال هل كان سعدالة جابري رئيس الوزارة سنة 1946؟ رئاسة الوزارة كانت متبادلة بين جميل مردم وسعد الله أحدهما يكون رئيسا للوزارة والآخر يكون وزيرا للخارجية أما رئاسة الجمهورية فكانت لشكر القوة لي سؤال هل كان المجلس النيابي قائما بعد الجلاء؟ لما ضرب الفرنسيون المجلس النيابي وحيل بين النواب وبين الأصول إليه كان المجلس قائما وهو المجلس الذي أسس منذ إعلان الاستقلال سنة 1941 سؤال ألم يدعى إلى انتخابات جديدة بعد جلاء الفرنسيين؟ دعي إلى انتخابات جديدة سنة 1947 وكانت عودتي من فرنسا في أواخر سنة 1946 بعد أن وفقنا الله إلى تحرير الحاج أمين الحسيني وتهريبه إلى مصر وعينت أستاذا في الجامعة السورية ثم جرت الانتخابات الجديدة سؤال هل دخلتم هذه الانتخابات؟ وهل كان حزب الشعب قد تألف؟ أما أنا ما كنت مرشحا للانتخابات في هذه المرحلة وإنما دخلت في تكتلات شخصية فردية وأذكر كتلة من الإسلاميين كان يقودها الشيخ راغب الطباخ وقفت معها أما حزب الشعب فلم يتألف إلا بعد الانتخابات وانعقاد المجلس فهو انبثق عن المجلس سؤال حدث أن ترشحتم للانتخابات في مرحلة من المراحل أنتم والأستاذ الزرقى والأستاذ المحامي عبدالقادر السبسبي فمتى كان ذلك؟ كان ذلك في عهد إبراهيم هنانو لما قامت الثورة في جبل الدروز وأنشئ المجلس النيابي وكنت لا أزال طالبا وقمنا بدعم الجبهة الإسلامية بقيادة الشيخ راغب الطباخ رحمه الله وما كانت هناك تنظيمات إسلامية سؤال ومن حالفه النجاح في ذلك الحين؟ لم ينجح إلا التكتل الوطني ولم ينجح من الإسلاميين ولا من غيرهم أحد حتى إبراهيم هنانو لم ينجح لأن الفرنسيين زوروا الانتخابات وأنا لم أنجح أيضا بل أسقط سؤال وفي انتخابات سنة 1947 كيف كان ترشيحكم؟ كنت أستاذا في الجامعة وتقدمت بترشيحي باسمي تكتل الشباب وكان هناك تكتلان تكتل الإسلاميين مع الأخ الأستاذ عبدالقادر السبسبي وتكتل آخر مع رجتي الكيخية وكان اسمي موجودا في التكتلين وكنت مقبولا من الجانبين ولم يكن هناك حزب وبعد أن تشكل المجلس سنة 1947 وتوفي سعد الله الجابري قبيل الانتخابات ضعفت الكتلة الوطنية بوفاته وأصبح لا بد أن يكون هناك حزب آخر فكان حزب الشعب سؤال ورجال الكتلة هل أسسوا الحزب الوطني في حياة سعد الله؟ الحزب الوطني أنشئ بعد وفاة سعد الله 18- إنشاء حزب الشعب شاع في أوساط الكتلة الوطنية أن الشباب في حلب مثل رجتي كيخية ونظم القدس انسحبوا منها وكنت أنا قادما من أوروبا فانضممت إليهم وما كان هناك إلا تكتلات شباب ولم يعد للكتلة الوطنية تلك المكانة وبخاصة بعد وفاة سعد الله الجابري وأنشئ الحزب الوطني وما كان إنشاؤه أقدم من سنة 1947 وفي الوقت الذاته قاد رجتي كيخية فكرة تأسيس حزبا من الشباب في جميع المدن السورية من دمشق إلى حلب وانضم إلينا جماعة من حماة وجماعة من حمص سؤال هل كان تأسيس الحزب على أساس التجمع النيابي؟ نعم فبعد أن نجح من نجح من الشباب في دمشق وحلب وحمص وحمى انضموا إلى رجتي الكيخية وأسسوا حزب الشعب في صيف 1947 سؤال هل دخلتم معركة انتخابية بقائمة مرشحين كاملة باسم حزب الشعب في مواجهة الحزب الوطني قبل انقلاب حسن الزعيم؟ نعم دخلنا معركة انتخابية واحدة وبعدها حدث انقلاب حسن الزعيم وحل المجلس ولما قضي على حسن الزعيم وتنادينا للاجتماع لانتخاب مجلس يضع دستورا جديدا اشتركنا في الانتخابات للمرة الثانية باسم حزب الشعب لتشكيل هيئة تأسيسية في سنة 1950 وكان رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي 19- انقلاب حسن الزعيم حدث انقلاب حسن الزعيم عقب تأسيس دولة اسرائيل سنة 1948 ذلك ان نقمة الشعوب على الحكام كانت شديدة بسبب ضياع فلسطين وانتصار العصابة اليهودية وظهرت الرغبة العامة بوجوب التغيير لان الدول العربية السبع دخلت المعركة ضد اسرائيل بسبع قيادات ودخلتها اسرائيل بقيادة واحدة ولذلك كانت الجيوش العربية غير منسجمة ولا مهيئة لمعركة النصر ومن هنا كانت النقمة على الحكام وظهرت أشد حملات النقد ووجوب التغيير في سوريا وما كنا نعلم ماذا تخبئ الأقدار ظهرت هذه النقمة في الوقت الذي كان الرجال الـ CIA الأمريكية في بدء نشاطهم وتخطيطاتهم عقب الحرب وبعد قيام اسرائيل فانتهزوا فرصة انتشار النقمة على الحكام لضرب سوريا بأحداث انقلاب فيها يمتص نقمة الشعب الناقم وإذا رجعنا إلى كتاب مايلس كوبلاند كتاب لعبة الأمم وكوبلاند هذا أحد مؤسسي الـ CIA بعد قيام اسرائيل فإننا نجده يقول فيه كنا نفكر بأن نبدأ بالانقلاب في المملكة العربية السعودية ولكن كنا نعتقد أن لا جدوى في هذا الانقلاب لأن السعودية كانت لا تزال معزولة عن العالم والتفكير ببدء الانقلابات في السعودية من تأثير الصهيونية العالمية في الـ CIA لأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي وقفت موقفا صريحا حازما ضد تأسيس دولة اسرائيل وأفهمت ذلك روزفيلد الذي استطاع محادثتها في أثناء الحرب بخلاف الدول العربية الأخرى إذ كانت كلها تحت الاستعمار ويضيف كوبلاند ولذلك فكرنا أن يكون الانقلاب في العراق ولكن وجود الإنجليز وعرقلتهم لمساعين من جهة وحرصنا على أن لا نخسر صداقة العائلة الهاشمية من جهة أخرى كل هذا صرفنا عن العراق ووجهنا إلى سوريا وسوريا ظهرت فيها النقمة على الحكام أكثر من غيرها وارتفعت فيها أصوات تطالب بتجديد النظام العربي كله إذ لا يجوز بعد قيام إسرائيل أن نبقى دولا متعددة وإنما ينبغي أن نقيم اتحادا وقد تقدم حزب الشعب في بداية تأسيسه بدعوة إلى إقامة اتحاد بين الدول العربية ومن هنا كانت رغبة الأعداء ضرب سوريا بالدرجة الأولى وكان انقلاب حسن الزعيم وكنت عضوا في المجلس النيابي فعرض علينا اتفاقيات للتسوية النقدية بيننا وبين فرنسا لأن نقدنا كان يصدر من البنك اللبناني الفرنسي مضمونا بالذهب وكنا نطلب حسب النص المكتوب على الليرة السورية أن تعيد فرنسا قيمتها ذهبا حتى تستطيع سوريا إصدار عملتها مغطاة بالذهب ورفضت فرنسا وأصرت على أن تعطينا ما يقابله ونشتري به بضاعة من عندها وفي الوقت نفسه كانت شركة التابلين تأسست لضخ البترول من المملكة العربية السعودية مارا بالأردن والجولان على الحدود التي توجد فيها إسرائيل وكنت أنا رئيس اللجنة الاقتصادية والاتفاقيات كانت عندنا اتفاقية التسوية النقدية بيننا وبين فرنسا واتفاقية التابلين فرفضنا بإجماع اللجنة الاتفاقيتين وحجتنا أن إسرائيل قد قامت فلا يجوز أن يمر هذا الخط ومعه رجال الصهاينة من الأمريكان في المنطقة العسكرية التي يجب أن تكون مراقبة وسرية ورفضنا أيضا مشروع التسوية النقدية التي وقعها أنذاك جميل مردم على أن يكون الذهب في مقابل البضاعة وكنا تقدمنا بمشروع إقامة اتحاد عربي كما أسلفت فجاء رفض هاتين الاتفاقيتين ومشروع الاتحاد العربي برهانا على أن سوريا ستكون قائدة معركة المصير والكيان المنتظر وهذا ما لا يرضي الأعداء المتربصين بنا فحدث الانقلاب وكان خديعة لتمرير المخططات التي كنا نقف في وجهها ففي اليوم السادس من الانقلاب وقعت الاتفاقية مع التابلاين ووقعت اتفاقية التسوية النقدية مع فرنسا وتنازلت سوريا عن نهر الدان لإسرائيل ونهر الدان هو الذي يغذي نهر الأردن ومياهه وينبيعه أكثر من مياه نهر الأردن ومن أغنى الينابيع التي كانت لنا وهكذا كان انقلاب حسن الزعيم مخططا لدعم إسرائيل وتحقيقا لمصلحة فرنسا أيضا لأنه كان في الجيش الفرنسي ضابطا له صلاة وثقة بالفرنسيين وعرفوا كيف ينتهزون فرصة النقمة العامة على الحكام التي لم يسلم منها أحد كشكر القواتلي وجميل مردم وغيرهما وقد بلغت النقمة عليهم أن ظهرت معارضة لتجديد مدة حكم شكر القواتلي التي انتهت في أثناء الحرب مع أن الأكثرية صوتت بالتجديد له ولكن الخلاف بين الشبيبة والشيوخ كان بارزا أيضا واستغله حسن الزعيم ولذلك دعانا في صبيحة الانقلاب وقال إننا قمنا بالانقلاب لتحقيق رغبة الشباب سؤال هل دعا النواب؟ نعم دعا النواب جميعا لتأييد حركته وحسب أن الشباب الناقمين على الشيوخ سيعطونه ثقتهم وموافقتهم على حركته ويتعاونون معه ولكن النواب أفهموه أن نقمتهم على العهد الماضي لا تستدعي تسليم البلاد إلى أشخاص مجهولين واستنكروا نزول الدبابات إلى الشوارع تاركة الجبهة مكشوفة للعدو وأوضح له أن أخطاء الماضي تعالج بتصحيحها في جو ديمقراطي لا بقيام انقلاب عسكري يستلب السلطة ويقمع الحريات وحاول حسن الزعيم إقناع النواب من الشباب بشتى الوسائل فلما يأس من موافقتهم اعتقل عددا كبيرا منهم سؤال هل عطل الحياة النيابية؟ نعم عطلها وظلت معطلة إلى أن قتل بعد ثلاثة أشهر ونصف سؤال ما تقويمكم لشخصيته؟ هو شخص عادي ثانوي جدا وليس من الشخصيات التي لها ماضي مشرف كان رئيس الأركان لما قام في الانقلاب وقبل ذلك كان ضابطا في الجيش الفرنسي شنت عليه حملة في المجلس النيابي بسبب سوء تصرف وقع في تمويل الجيش وقد أصابته هذه الحملة ومع ذلك كله لم يكن قادرا على أن يقوم بالانقلاب من تلقاء نفسه وكل أعماله دلت على أنه مدعوم خارجيا وهذا ما صرح به مايلس كوبلاند بأن الأمريكان هم الذين فكروا أن يعملوا انقلابا في سوريا سؤال هل كان رئيس وزرائه حسن البرازي؟ لما جعل حسن الزعيم نفسه رئيسا للجمهورية كان البرازي أمينا عاما في القصر الجمهوري فصار رئيس وزارة وبعد أن جعل حسن الزعيم نفسه رئيسا للجمهورية بانتخابات مزيفة بدأ يتقرب من مصر ضد العراق وكانت العراق تعمل سرا على إزالته وضم سوريا إلى العراق وكان عبد الإله وصيا على عرش العراق فإذا ضمت سوريا إلى العراق كان من الممكن فصلها مرة ثانية وبذلك يكون عرش لعبد الإله وعرش لابن فيصل كانت العراق تسعى لهذا الهدف فهيأوا سامي الحناوي الذي قام بالانقلاب على حسن الزعيم كان الحناوي على صلة مع العراق ولكنه لما قام بالانقلاب دعا لوضع دستور جديد وأعلن أنه لن يتدخل وهنا قامت العراق تطالب بضم سوريا إليها واختلفت الآراء ما بين داع إلى انتخابات ووضع دستور جديد وبين داع إلى الانضمام إلى العراق قبل الانتخابات والدستور ولما دعانا سامي الحناوي لم نرضى إلا بانتخابات جديدة وتمت الانتخابات وقضت أن نضع الدستور وتبين لنا أن الحناوي كان على تفاهم مع العراق وأن حسن الزعيم كان على تفاهم مع مصر ولما تمت الانتخابات التي جرت على أنها ستفضي إلى هيئة تأسيسية تضع دستورا للبلاد كثرت الوفود بين العراق وسوريا ذاهبة آيبة من أجل وضع دستور ينص على الاتحاد مع العراق وكانت العراق مرتبطة بمعاهدة مع إنجلترا ولذلك لم تلقى الرغبة بالوحدة مع العراق أي تجاوب في سوريا وحرصنا نحن بعد الانتخابات على وضع مادة وحيدة في الدستور قبل إخراجه سوريا جمهورية لكي نغلق الباب أمام الفريق الآخر وصوتنا على هذه المادة أولا على أن نتم مواده الأخرى فيما بعد مخالفين في ذلك طريقة وضع الدستير لأن الضغط علينا كان شديدا والمساومات كثيرة وخشينا أيضا من الانقسام في البلاد وانتخبنا هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية وكان من أنصار فكرة العمل مع العراق لأنه كان رئيسا للوزارة في عهد فيصل ولكن الفكرة التي سادت في سوريا أن العراق مرتبط مع إنجلترا فكيف ننضم إليها؟ وإذا كانت هناك نقمة على الحكم في سوريا التي ذهبت فلسطين في عهده فإن العراق لم تقاتل ألبت وكلمتهم ماكو أوامر مشهورة متداولة على الألسنة للتندر وبذلك أخفق الحناوي في مهمته وقطعت الطريق على المساومات والمؤامرات وتبين لنا فيما بعد أن تفاهما قام بين الفرنسيين المتخوفين من ضم سوريا إلى العراق وبين أديب الشيشكلي الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري أيضا على أن تضم العراق إلى سوريا وليس العكس وكان هجوم الفرنسيين على سلطان مراكش شديدا جدا لأنه ألقى خطابا هاجم فيه فرنسا فهي إذن توافق على ضم العراق إلى سوريا في مقابل أن لا يتكلم أحد ولا يتدخل في شؤون شمال أفريقيا ففرنسا كانت تعمل من وراء الستار وإنجلترا تعمل من وراء الستار ولكلت الدولتين أهداف وأغراض ليست في مصلحتنا جميعا ولذلك تسارعت الانقلابات في بلادنا وكان الانقلاب الأول لمصلحة إسرائيل إذ وأدى فكرة الاتحاد العربي التي دعا إليها حزب الشعب ليصبح لنا كيان قوي يستطيع الوقوف أمام إسرائيل ثم لعبت بالانقلابات التالية الخصومات والمصالح بين إنجلترا وفرنسا فهذه تريد ضم العراق إلى سوريا وتلك تريد ضم سوريا إلى العراق سؤال وماذا كان موقف أمريكا؟ كان موقف أمريكا متفقا مع إنجلترا وهو إقصاء فرنسا من المنطقة وهذا ما قاله روسفيلت لمحمد الخامس عندما زار المغرب وبصحبته إتشيرشيل قادمين من يالطا قال له إن بلادكم فيها خيرات وما ينبغي أن تسلموها للأجانب ولم تعجب هذه المقولة إتشيرشيل فصار يسعل مشيرا إلى روسفيلت بإيقاف الحديث وروسفيلت يؤكد رأيه هذا ما جاء في مذكرات ابنه الملك الحسن بعنوان أبي قال لي وفيها أن الملك محمد الخامس وضع فكرة الثورة على الفرنسيين في مراكش فأمريكا أرادت أن تقصص أجنحة فرنسا في الوحر الأبيض المتوسط كله ولذلك قال روسفيلت كلمته مشجعا المغرب على التحرر من فرنسا وكذلك كانت مشجعة للثورة الجزائرية فقد يتفق أن يأتي الفكر الوطني من الدول الغربية لا تأييدا لنا ولمصلحتنا وإنما لتحقيق مصلحتهم هم كما رأينا أيضا استعانة فرنسا بالتحرك الوطني عندنا لضم العراق إلى سوريا واستعانة إنجلترا بالعراق لضم سوريا إليه وهكذا توالت الانقلابات سلبا وإيجابا من سنة 1949 إلى سنة 1954 انقلاب فرنسي وآخر إنجليزي وآخر فرنسي وهكذا سؤال قبل أن ندخل في الحديث عن انقلاب الشيشكلي ودوافعه هل كنت رئيسا للوزارة؟ سميت رئيسا للوزارة عندما سقطت الحكومة التي كانت قائمة وبدأ الشيشكلي يتدخل في شؤون الحكم سؤال من كان رئيس الحكومة السابقة؟ كان حسن الحكيم والذي أذكره أنه كانت أزمة في الحكم سؤال ماذا حدث في ذلك الحين بين الجيش والمجلس النيابي؟ كان الجيش يتدخل في كل شيء وحزب الشعب كانت له أكثرية في البرلمان وهو واقف أمام الجيش ولذلك جاء إخواننا وأصر علي أن أكون أنا رئيس الوزراء فاعتذرت وقتها ولكنهم أصروا علي وقالوا أنت الواقف أمام الجيش قلت لهم الظروف غير مساعدة فقد كان قبل لفترة ناظم القدسي وأتي بفوز سيلو وزيرا للدفاع فأحدث ذلك غضبة في صفوفنا لإدخال العسكريين في الحكومة وكانت وزارة حسن الحكيم شنت عليها حملات لأنها لم تدخل وزيرا من الجيش لأن الجيش كان يطالب بأن تكون له وزارة تؤيده ولما أصر إخواننا علي بتأليف الوزارة قلت لا يمكن تأليف وزارة بعيدة عن الجيش فكما تغضيتم عن وزارة ناظم القدسي دعوني الآن أعالج الموقف بإدخال عسكريا معي إلى الوزارة قالوا لا يجوز أن تدخل عسكريا وقال ناظم القدسي أنت خائف قلت له لست خائفا ولكني واقعي وألفنا الوزارة بلا عسكري وصدر مرسوم تأليفها في المساء وكان الانقلاب في الصباح وصرنا جميعا في المعتقلات وكنت أتوقع هذا وقلت لإخواننا هذه الوزارة لا تعيش ولكن ما كنا نتوقع أن يكون عمرها ساعات فقط سؤال من كان رئيسا للجمهورية في وقتها؟ هاشم الأتاسي سؤال ما تحليلكم لدوافع انقلاب أديب الشيشكلي هل كانت وراءها فرنسا؟ في سنة 1950 ابتدأت الخلافات بين محمد الخامس ملك المغرب وفرنسا وقامت الثورة الجزائرية وقام تحرك في تونس ضد فرنسا أيضا وكانت فرنسا تقابل هذه التحركات كلها بالشدة والبطش والقمع وكانت سوريا الدولة الوحيدة التي ترفع صوتها لمهاجمة فرنسا وكانت قطابات ضد فرنسا شديدة واضحة فقد هاجمت موقفها من الجزائر وهاجمت مشروع معاهدة ابن عمار في تونس وهاجمت موقفها من السلطان محمد الخامس في المغرب وكنت ما بين سنة 1950 إلى نهاية سنة 1952 انتقلت من وزير في وزارة خالد العظم إلى رئيس مجلس النواب وكان هذا التقدم مني يضايق فرنسا ومن كان على مزاجها حتى إن فوزي سلو في حكومة ناظم القدس اشتد في الهجوم علي وحجته كيف ألقي خطابا ضد فرنسا ولا أحد يعطينا السلاح سواها وتبين بعد ذلك أن فرنسا كانت تهيئ أديب الشيشكلي ليقوم بانقلاب واشترطت عليه أنه إذا سكت عن شمال أفريقيا سهلت عليه ضم العراق إلى سوريا ودفعت في هذا السبيل مبالغ كبيرة ولما سقطت حكومة ناظم القدس كنت رئيس مجلس النواب فطلبوا مني أن أكون رئيس الحكومة ويكون ناظم القدس رئيس مجلس النواب وكنت متأكدا من أننا إذا لم ندخل وزيرا عسكريا فإن الوزارة لن تعيش وهذا الذي كان سؤال نعود إلى مرحلة حكم الشيشكلي يقال إنه كان من الحزب القومي السوري لا لا القضية كانت فرنسية بحتة السياسة الأمريكية والسياسة الإنجليزية ضد نفوذ فرنسا في المنطقة وللجميع مطامع في المنطقة ولذلك كانت العناصر الوطنية التي وقفت في وجه السياسة الاستعمارية غير مرغوبا فيها بأن تصل إلى الحكم سؤال وماذا عن ثورة الدروز في عهد الشيشكلي وقمعه إياها انكشف للعراقيين أن أديب الشيشكلي اتصل ببعض الضباط العراقيين الذين كانوا ملحقين عسكريين في سوريا وتفهم معهم على إحداث انقلاب في العراق وضمه إلى سوريا على أن يجعل الضابط الذي يقوم بالانقلاب نائبا لرئيس الجمهورية وصادف أن الضابط الذي اتصل به الشيشكلي كان من أنصار القصر الملكي في العراق فبلغ الخبر إلى القصر وكتمه عن غيره وطلب إليه أن يقبض من الشيشكلي المبلغ المتفق عليه وكنت أنا في المعتقل واتصل العراقيون بهاشم الأتاسي واتفقوا معه على أن يحدثوا ثورة في جبل الدروز عن طريق منصور ابن سلطان باشا الأطرش ضد الشيشكلي برئاسة الحكومة السورية غير المستقيلة مع أن الصلاحيات في يد رئيس الوزراء وليس في يد رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك الدستور السوري وقالوا لهاشم الأتاسي أرسل لنا مندوبا بالنيابة عنك وسنقبل به فأرسل إليهم صبر العسل ليتفاوضوا معه على تفاصيل بدء الثورة في جبل الدروز وفي هذه الأثناء كان أديب الشيشكلي يفاوضني في السجن بوصف رئيس الوزارة غير المستقيل ويسألني ماذا تريد وأجبته أن تعيد السلطة إلى الشعب وبعد ذلك نتحدث في التفاصيل فأطلق سراحي وعرفت أن هناك ترتيبا واتفاقا على القيام بالثورة بين العراق ومنصور ابن سلطان باشا الأطرش وأن صبر العسل ذهب إلى العراق لهذه الغاية ودعينا للاستفتاء على الدستور الذي وضعه أديب الشيشكلي وكان المؤتمر الأول في حمص الذي تداعين إليه ولم يحضره صبر العسل ولم يعرف سبب تغيبه وهنا توقفت المفاوضات بين صبري والعراقيين وكان صبري منزعجا لأن العراقيين رفضوا التفاوض معه وفي مؤتمر حمص هذا اتخذنا قرارا برفض الدستور الذي اقترحه أديب الشيشكلي وفي آخر المؤتمر جاءني رسول من العراق يقول إنا قبلنا أن يكون صبر العسل رسولا إلينا لأنك كنت معتقلا ولما علمنا بالإفراج عنك رددنا صبر العسل وبينوا لي هدفهم من التعاون معنا ضد الشيشكلي لأن فرنسا اتصلت به ليحدث انقلابا في العراق بالاتفاق مع إنجلترا وأمريكا فقررنا أن نزيله فقلت لهم ولكنكم تعلمون أني خصمكم وقلتم عني الوزير الأحمر فأنا لا أقبل بوحدة معكم مع وجود النفوذ الإنجليزي في العراق ثم إن أمريكا ضدي فقالوا لا نريد منك شيئا ولقد تفهمنا مع أمريكا وإنجلترا على مجيئك ويكفين أنك لست متهما بأنك صديقا للعراق وتريد أن يزول أديب الشيشكلي ونحن نريد أن يزول أيضا لأنه يريد أن يقوم بانقلاب علينا بالاتفاق مع فرنسا في سبيل سكوته عن فضائعها في شمال أفريقيا بينما تقف أنت أمام فرنسا وتندد بها فهذه هي نقاط الالتقاء التي تجمعنا وإياك وهذه الثورة في جبل الدروز قد قامت فبينت لهم أخطاء الثورة ونقاط الضعف فيها وقلت لهم خطتكم لن يحالفها النجاح وأنا عندي خطة أخرى أفضل منها وشرحتها لهم فرفضوها وأخفقت ثورة جبل الدروز وعندئذ شرعت بتنفيذ خطتي واعتقلنا جميعا نحن أعضاء حزب الشعب وأعضاء الحزب الوطني أيضا من كان يعرف أن هناك اتصالا مع العراقيين ومن كان لا يعرف وضرب المعتقلون وانكشف أمر الاتصال بالعراقيين سؤال هل ذهبتم إلى العراق ومتى كان ذهابكم بعد خروجنا من مؤتمر حمص الأول دعيت إلى العراق فذهبت للتفاهم بعد أن بيّنوا أن غايتنا واحدة هي إسقاط الشيشكل ودون أي حديث عن الوحدة مع العراق وكل ما يريدونه وثائقا تثبت أن ما تقدمه العراق من عون لإسقاط الشيشكل مبني على طلب السلطة الشرعية في سوريا بوصف رئيسا للحكومة غير المستقيلة وكانوا قد أرسلوا أسلحة لمنصور بن سلطان باشا الأطرش للقيام بثورة ترأسها الحكومة الشرعية غير المستقيلة وبيّنت للعراقيين أن الثورة لن تنجح ولذلك لا أستطيع أن أرأسها ولن أصعد إلى جبل الدروز ولدي خطتي ورفضوها كما أسلفت سؤال ما الترتيبات التي اتخذتموها بعد إخفاق ثورة جبل الدروز كانت الترتيبات إقلاق الأمن وكنا نجري اتصالات ونحن في السجن مع رؤساء القطاع العسكرية فاتفقنا مع رئيس القطعة في منطقة دير الزور ومع رئيس القطعة في حلب فيصل الأتاسي ومع رئيس القطعة في حمص محمود شوكت وكذلك في اللاذقية اتفقنا مع رؤساء المراكز العسكرية الأربعة هؤلاء ألا يتحركوا حتى تقوم الاضطرابات في دمشق وكنا أعددنا للأمر عدته وقمنا بالاضطرابات وإلقاء متفجرات في دمشق فاستعانى أديب الشيشكلي بالجيش لقمع هذه الاضطرابات فطلب من محمود شوكت إرسال قوة إلى دمشق فقال له محمود شوكت أنا مع دمشق مع الاضطرابات وطلب من غيره فقال أنا مع دمشق مع الاضطرابات وهكذا أذيع بيان الجيش بدعوة الشيشكلي إلى حقن الدماء والتخلي عن الحكم وعندئذ أحس الشيشكلي أن الجيش قد تخلى عنه فغادر البلاد إلى بيروت وكان ذلك في تاريخ 25-02-1954 سؤال إذن مؤتمر حمص عقد قبل هذه الأحداث نعم وفيه رفضنا دستور الشيشكلي وخرجت عقب ذلك إلى لبنان ومن لبنان ذهبت إلى العراق ثم رجعت إلى لبنان لمتابعة الأمور وقد دفعت العراق أموالا لتسليح الثورة الدرزية وأنا رفضت استلامها وقلت لصالح جبر الذي جاء معي إلى لبنان أنتم اتفقتم مع صبر العسل وكان هاشم الأتاسي في هذا الاتفاق فهو الذي يستلم فسلمها لمن دوبين من هاشم الأتاسي ومنصور بن سلطان الأطرش وقلت لهم لكن هذه الثورة ستخفق أما الترتيبات التي اتخذناها في دمشق بعد إخفاق ثورة جبل الدروز فما كلفتنا إلا قليلا من المال وشيئا من الأسلحة والمتفجرات أوصلناها إلى دمشق وبدأت الاضطرابات فاستعان الشيشكل بقيادة الجيش فلم يعينوه بل أعلنوا أنهم من أنصار الحركة التحرورية فهرب إلى خارج البلاد كما أسلفت سؤال هل تخل الجيش عنه حتى في دمشق ما كان حوله سوى الشرطة العسكرية قادة الجيش في المراكز الأربعة التي ذكرتها خذلوه والجبهة لا يستطيع جلبها لنصرته سؤال بعد سقوط الشيشكل ماذا حدث دعيت الحكومة لاستلام زمام الأمور لأنها غير مستقيلة ودعي رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي وكنت على صلة برئيس الأركان شوكة شقير وهو الضابط الوحيد الذي عرض عليه الضباط الأربعة في المناطق الأربعة التي تحدثنا عنها أن ينضم إليهم ويقود الحركة بوصفه رئيس الأركان فقال لهم بعد مشورة وجاءني إلى بيروت وفهم مني ثم عاد فأيدهم ولما هرب الشيشكل هتفت له من لبنان وقلت له ماذا تنتظر؟ قال أنتظر أن تجتمعوا قلت له لا قبل كل شيء تخرج المعتقلين لأن الشيشكل لما ضرب الجبل اعتقل رجدي كيخيا وعدنان الأتاسي وصبر العسل وغيرهم فأخرج المعتقلين ولما أخرجهم جاء رئيس الشرطة العسكرية التابع للشيشكل واعتقل شوكة شقير وكنت أنا بعد هتافي له من لبنان في طريقي إلى دمشق ولما وصلت دمشق علمت باعتقال شوكة شقير وكانت جماعة المعتقلين المفرج عنهم قد مشوا إلى حمص حيث عقدوا مؤتمر حمص الثاني وجئت إلى بيتي فإذا هو مطوق لأن المخابرات التقطت المخابرة التي أجريتها مع شوكة شقير فلم أستطع المبيت في بيتي وبقيت في أحد المستشفيات عند الدكتور منير السادات وأحضرت السفارة العراقية سيارة رسمية وركبت فيها باسم عراقي ورجعت إلى بيروت ومنها عدت في الليل إلى حمص لنعقد الاجتماع هناك واخترنا حمص لأن آمير المنطقة العسكرية هو محمود شوكة أحد الضباط الأربعة المتفاهمين معنا وتم في هذا الاجتماع تأليف الحكومة برئاسة صبر العسل وهاشم الأتاسي رئيس الجمهورية ودعي المجلس المنتخب وقدمت فيه استقالتي التي كنت منذ ثلاث سنوات أرفض تقديمها وعددنا المرحلة السابقة في زمن الشيشكل كلها غير صحيحة بقوانينها وجميع أشكالها وكان الاتفاق أن يكون رشدي الكيخية رئيسا للوزارة وذهب من حمص على هذا الأساس ليهيئ نفسه ولكن الحزب الوطني هدد هاشم الأتاسي وأحدث مشكلات فلما رجع رشدي أقنعه هاشم الأتاسي أن يكون صبر العسل هو رئيس الوزارة ووضعوا اسمي لوزارة الدفاع فاعتذرت فغضب هاشم الأتاسي وقال لي إذا اعتذرت عن وزارة الدفاع وأنت تقود الحركة كلها فأنا أيضا أستقيل وأمام هذا الضغط والإلحاح اضطررت إلى أخذ وزارة الدفاع سؤال في أي سنة كانت هذه الوزارة؟ في سنة 1954 22 قضية الأسلحة السوفيتية سؤال هل في هذه الوزارة أثرتم قضية قبول الأسلحة من الاتحاد السوفيتي؟ لا هذه القضية أظن كانت في سنة 1950 لما كنت وزيرا للاقتصاد في وزارة خالد العظم عقب توقيع الملك عبد الله الصلح مع إسرائيل وفي وقتها دعينا إلى مجلس الجامعة العربية في آذار 1950 واستضمنا مع الوفد الأردني وكانت الدعوة إلى مجلس الجامعة العربية موجهة من الأردن لأمر يتعلق بفلسطين وكان الصلح المشار إليه آنفا موقعا سرا وسربت إلي نسخة صحيحة عن التوقيع وكنا نتساءل لماذا تدعون الأردن بالذات وتبين لنا بعد ذلك أن اجتماعنا سيكون من أجل الموافقة على الصلح كما وافق مجلس الجامعة بضغط من إنجلترا على الهدنة الأولى والهدنة الثانية وما بين الواحدة والأخرى عدة أشهر ما بين عام 1948 إلى نهاية 1949 وبذلك توقفت الحرب وقلت يومها لخالد العظم ونحن ذاهبون إلى الأردن لقد وصلت إلي وثيقة تفيد أن المطلوب منا في هذا الاجتماع الموافقة على الصلح مع إسرائيل وأنت يا خالد العظم ليس لك رصيد في الحركة الوطنية إذ كان يشتغل في القضايا الاقتصادية وهذا دورك قال ماذا أفعل؟ قلت له تعقد الآن مؤتمرا صحفيا تعلن فيه إذا أبرم هذا الاتفاق فإننا سنغلق الحدود بيننا وبين الأردن ونعده جزءا من إسرائيل كما كنا أغلقنا الحدود بيننا وبين لبنان لتصحيح وضعنا وفعل هذا خالد العظم قبل 48 ساعة من المؤتمر الصحفي وفي ليلة السفر التي كنا سنسافر أنا وإياه في صبيحتها جاء السفير الأمريكي في الساعة الثانية عشر ليلا وطالب الاجتماع مع خالد العظم فقال له أنا الآن في غرفة نومي سأنام وغدا صباحا سأسافر فقابل وزير الخارجية قال السفير لا جاءتني برقية من الرئيس يجب بأن تسمعها أنت بنفسك قال له إذن أستقبلك في صالون غرفة النوم وجاء ومعه إنذار مفاده أن تصريحك بإغلاق الحدود مع الأردن إذا أبرمت الصلح مع إسرائيل تدخل في شؤون دولة ثانية لا تسكت أمريكا عنه سؤال من كان الرئيس الأمريكي؟ كان الرئيس ترومان وذلك في سنة 1950 وأكد هذا الاحتجاج صحة الوثيقة التي تسربت إلي وأجابه خالد العظم أوليس احتجاجكم هذا تدخلا في شؤون دولة ثانية؟ لقد سبق أن أغلقنا حدودنا مع لبنان لتصحيح أوضاعنا وما جئتم محتجين قائلين هذا تدخل فلماذا جئتم الآن؟ الآن الإغلاق مع الأردن يمس إسرائيل هذا تدخل ولم يستطع التفاهم مع السفير الأمريكي وفي الصباح أخبرني بما دار بينه وبين السفير الأمريكي وبعد العصر كان اجتماع مجلس الجامعة العربية في وزارة الخارجية في القاهرة لأنه لم يكن للجامعة العربية مبنى خاص وكنا سبع دول في ذلك الاجتماع وقد استقبلنا أن حاس باشا وأبلغناه بما كان بين خالد العظم والسفير الأمريكي وكانت هناك اتفاقية صادرة من الجامعة العربية بعدم قيام إسرائيل بحل جميع الأحزاب في فلسطين وتأليف حزبا واحدا منها أسموه الهيئة العربية العليا وألفوا حكومة عموم فلسطين على أن تحضر هذه الحكومة مجلس الجامعة كلما كان الموضوع يتعلق بفلسطين وبما أن هذه الدورة عقدت من أجل فلسطين بناء على طلب الأردن افتتحت الجلسة بحضور حلم باشا رئيس حكومة عموم فلسطين وكان الحاج أمين في ذلك الحين رئيس مجلس النواب فرفض الوفد الأردني افتتاح الجلسة بحضور حلم باشا فقال له أن حاس باشا رئيس المجلس أنتم طلبتم الاجتماع من أجل القضية الفلسطينية والاكتفاق الذي وقعناه كلنا يقول إذا كان الموضوع يخص قضية فلسطين يجب أن تحضر الحكومة الممثلة للفلسطينيين قالوا ولكن هذا الموضوع بالذات لا نقبل بحضورها فقال النحاس ونحن لا نستطيع أن نخالف القرار قال ممثل الأردن إذن أنا أنسحب وانسحب وتكررت القصة وانسحب الممثل الأردني في اليوم الثاني والثالث وتعقدت الأمور وخرجت الصحافة بلا بلاغ ولا بيان وراحت تتحدث عن هذه الأزمة وهنا بدأ الضغط علي من أمريكا إما أن توافق على الصلح مع إسرائيل وإما أن تبتلعكم الشيوعية فعليك أن تختار إما صهيونية وإما شيوعية قلت للسفير الأمريكي أليس هناك خيار ثالث؟ قال لا كان هذا بعد مذبحة ديريا سين التي فتك فيها بيغان بالشيوخ والنساء والأطفال واضطرت القرى المجاورة المجردة من السلاح أن تهاجر إلى سوريا وبلغ عدد النازحين أربعمائة ألف نازح ولذلك قلت للسفير الأمريكي أنا أختار الشيوعية لأنها تريد أرضا وسكانا أما الصهيونية فتريد أرضا من غير سكان وبعد ثلاثة أيام من اجتماع مجلس الجامعة العربية لم نصل فيها إلى قرار والتصريحات ممنوعة قررت أن أفضح موضوع الصلح والمساومة التي نتعرض لها فانتظرت حتى خرجت كل الوفود ولم يبقى في وزارة الخارجية سوأنا والفراش واستبقيت الصحفيين وقلت لهم إن أمريكا تهددنا وتضعنا أمام خيارين إما أن تصالحنا مع اليهود وبذلك تنقذنا من الشيوعية وإما لا نقبل بهذا الصلح فتبتلعنا الشيوعية فأنا أعلن منذ الآن أننا نختار الشيوعية لأن الشيوعية تريد سكانا وأرضا وأما إسرائيل فتريد أرضا من غير سكان وقد أحدث هذا التصريح ضجة عالمية إذ نشر في الصحافة العالمية في وقت ما كان يجرؤ أحدا على الإدلاء به وانهالت علي البرقيات من العالم العربي كله بالآلاف ولما عدت إلى سوريا ومعي خالد العظم استقبلنا استقبال الفاتحين وأقامت جمعية العلماء المعروفة بميلها إلينا حفلة كبيرة في المطار ضمت السلك السياسي ووجوها دمشق والغرفة التجارية وهنا التقيت بالسفير الأمريكي في الحفلة وبينما كنا داخلين في المطار والإزدحام شديد رأيت سكيلي هذا الذي كان هددني يشق الصفوف ويسحب بيده شخصا حتى إذا أوصله إلي قال له أقدم لك زبونا جديدا حاملا جرافات حمراء فقلبتها له قائلا أي ولكن هذه مصنوعة في الغرب وذهبت مثلا ثم قلت له من هذا فقال مندهشا ألا تعرفه قلت لا قال هذا هو السفير السوفيتي ثم تركتهم والحفلة قائمة وكأني عروس الحفل وجاءني السفير السوفيتي مرة ثانية وقال طلب مني ستالين أن أقابلك وأسألك بعض الأسئلة فوعدته في مجلس الوزراء ولما حضر سأل ما سبب التصريح الذي أدليت به فأجبته سبب التصريح هو أن الأمريكان جاءوا يفاوضوننا ويهددوننا بعد توقيع الملك عبد الله الصلحة مع اليهود ويزعمون أنهم يريدون إنقاذنا من الشيوعية بقبولنا الصلحة مع اليهود وإننا لنذكر جواب ستالين لروسفلت في يالتا عندما طلب لليهود وطنا قوميا وقال نضم الحكومة السورية ونضم الحكومة الفلسطينية قال له ستالين لا للوطن الثقافي لليهود وإنما لدولة يهودية أنا أتعهد بحمايتها والآن حمل الملك عبد الله على توقيع الصلح من أجل الاستعداد للحرب ضدكم ولكن ليس لدي ثقة أنكم ستستفيدون من هذا التصريح ومن ظروفنا الخاصة فأنا الآن أريد سلاحا منكم ولست شيوعيا وأنتم مخطئون في موقفكم المتحفظ من الإسلام والأديان قاطبة وكلما اختلفت الأديان وكان قيصر مع الشعب مشت الكنيسة والجامع معا مع الشعب ولما يحدث التصادم بين الشعب وقيصر تمشي الكنيسة والجامع مع الشعب ونحن صدرنا لكم الأديان ففسدت عندكم الكنيسة لأنها ماشية مع قيصر ضد الشعب وأنتم لا تستطيعون تصدير الأديان إلينا ومصطحتكم بالتفاهم مع الإسلام وكانت الثورة قائمة في لبنان ضد شمعون سنة 1958 وكان النصارى وعلى رأسهم البطريارك والمسلمون متفقين ضد شمعون وقلت له أيضا أنتم شاركتم في زرع اليهود في بلادنا وهذه هي النتيجة والآن أريد منكم سلاحا لأننا مهددون قال لا يمكننا أن نعطيكم سلاحا لأننا خرجنا لتوين من الحرب وكل إنتاجنا من السلاح يجب أن يكون لبلادنا وطلب مني نسخة من اتفاقية الصلح فأرسلتها إليه وبعث بها إلى ستالين فجنا جنونه وبعد أربعة أيام أصدر أمرا بإعطائنا ما نريد من السلاح وبذلك فتح باب السلاح وبعد ثلاثة أشهر أصبحت رئيسا لمجلس النواب وبعد ذلك توالى على الحكم عدة حكومات 23 أزمة مع الجيش وفي سنة 1951 حدثت أزمة بيننا وبين الجيش استقال على إثرها رجدي كيخيا من رئاسة المجلس النيابي واستقال هاشم الأتاسي من رئاسة الجمهورية ورأى الإخوان أن أعالج أنا الموقف وكان الوقت في حزيران أيام الامتحانات وأنا في الجامعة أجري الفحص لطلاب كلية الحقوق فاجتمع النواب وكانت الأكثرية من حزب الشعب وبقية من حزب البعث والكتلة الإسلامية وقرروا بالإجماع أن يكلفوني برئاسة المجلس وجرى انتخابي وأنا في قاعة الفحص لا علم لي بشيء وكان انتخابي في حزيران من صيف 1951 لمدة مكملة لأن رئاسة المجلس تتجدد كل سنة في تشرين الأول أكتوبر وفي هذه المدة استطعنا إعادة هاشم الأتاسي إلى رئاسة الجمهورية وكلف حسن الحكيم بتأليف الوزارة سؤال ورئاسة وزارة ناظم القدس متى كانت؟ كانت وزارة ناظم القدس بعد وزارة خالد العظم إثر استقالته في الأزمة التي حدثت بسبب السلاح وقام الجيش ضده فبعد وزارة خالد العظم هذه جاءت وزارة ناظم القدس واستمرت سنة تقريبا ثم حدثت أزمة فسقطت وزارة ناظم القدس وجاءت وزارة حسن الحكيم وأنا كنت في رئاسة مجلس النواب وفي هذه الأثناء كان الاستدام شديدا بين الجيش وحزب الشعب وقد ذكرت فيما تقدم أن الجيش كان يشترط أن لا تأتي حكومة ما لم يكن وزير الدفاع فيها عسكريا وفي وزارة ناظم القدس كان وزير الدفاع فوزي سيلو وقد قبل ناظم القدس ذلك مجاملة منه للجيش ورغبة في المصالحة باسم حزب الشعب وكان يقول إذا كان الأمر بيننا وبين إسرائيل فأنا أفضل أن أداس بجزمة عسكريا سوري لا بجزمة إسرائيلي وقد ذهبت هذه المجاملات كلها أدراج الرياح حين رأوني أقف إلى جانب الملك محمد الخامس ضد فرنسا كما ذكرت وكان هذا من الأسباب التي عجلت من تهاء وزارة ناظم القدس إلى جانب وقوف حزب الشعب في وجه تدخل الجيش في شؤون الحكم والسياسة واختير بعد ناظم حسن الحكيم واشترك معه حزب الشعب وانتدبت من الحزب لتخير الأعضاء وبعد مدة انتهت مدة التكميلية في المجلس النيابي وجرت انتخابات وطلب الحزب أن يكون ناظم القدس رئيس المجلس فكان وقمنا بمظاهرة كبرى كنت على رأسها وخطبت فيها تأييدا لمصر بإلغاء المعاهدة التي كانت انجلترا تحتل مصر بموجبها فقد ألغى النحاس باشا هذه المعاهدة من جانب واحد وقد اشترك في هذه المظاهرة جميع الأحزاب الحزب الوطني وحزب الشعب وحزب البعث والجبهة الإسلامية وكانت المظاهرة برئاسة ومشى فيها قادة الأحزاب وكان الاتفاق ألا يبرق أحد إلى الأمم المتحدة أو مصر إلا عن طريقي وكان حسن الحكيم ضد المظاهرة وضد إلغاء المعاهدة وقد رد عليه خطيب حزب الشعب لؤي الأتاسي وكان فصيحا قوي اللغة وقال بأنه ليس بحسن ولا بحكيم 24- مشروع معاهدة الدفاع المشترك قبل إلغاء هذه المعاهدة المصرية الإنجليزية كنت لا أزال رئيسا للمجلس النيابي طلب زيارتي كل من السفير الإنجليزي والسفير الأمريكي بالهاتف فقدرت أنهما متفقان على تلك الزيارة فوعدت أحدهما الساعة الحادية عشر والثاني في الثانية عشر وجاءني السفير الإنجليزي وقال لقد تلقيت من رئيس الوزارة إيدا رسالة يطلب فيها أن ألتقي بك وأطلب منك أن نتعاون معك فالشرق الأوسط مقدم على أحداث خطيرة ويجب أن نتعاون معا لإنقاذه قلت له ما هي الأحداث؟ قال النحاس سيقوم بإلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية وهذا معناه أنه سيبقيكم دون قدرة على الدفاع عن أنفسكم فإذا خرجت إنجلترا من مصر أصبحتم بلا قوة تحميكم ضد الشيوعية فأنتم ترفضون الصلحة مع إسرائيل وهو ذا النحاس يريد إلغاء المعاهدة أيضا ولذلك نريد أن نتعاون معك لنعرف كيف نتجنب هذه الأخطار ففهمت عندئذ أن السفير الأمريكي قدم للموضوع ذاته وعرفت ماذا يجري بينهما فقلت للسفير الإنجليزي إنني لأستغرب قولكم إن إلغاء المعاهدة وخلوج الإنجليز من مصر سيجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها وأنا أسألك يوم هاجم هتلر الحدود المصرية ما هي القوة التي وضعتمها للدفاع عن مصر قال مئة ألف جندي قلت له ألا ترون أننا نستطيع أن نجند مليون جندي من مصر التي يبلغ عدد سكانها من 25 إلى 30 مليون نسمة أولا ترون أن مليون جندي من أبناء مصر أفضل من مئة ألف أجنبي وتكلفتهم أقل لأن المصريين ليسوا مرفهين مثلكم فالجندي الإنجليزي إذا لم يكن لديه حمام في المعسكر لا يستطيع أن يعيش أوليس من المصلحة أن تلغى المعاهدة ويتم التفاهم بينكم وبين المصريين على تأليف جيش مسلح تكلفته أقل بكثيرا من تكلفة جيوشكم قال إذا كنتم ستلغون المعاهدة فلابد من مشروع الدفاع المشترك ولما سمعت هذا الكلام من السفير الإنجليزي قلت له أنت تقول نريد التعاون معك أنت فمن أنا؟ أنا معروف الدواليبي ما ولدتني أمي لأكون وزيرا ولا رئيسا للوزارة ولا رئيسا لمجلس النواب وإنما عليكم أن تطلبوا التعاون مع الأمة العربية كلها فقضاياها من مراكش إلى بغداد واحدة إذا كنتم مستعدين للتعاون على هذا الأساس فأنا أمد لكم كلتا يدي لا يدا واحدة فنحن شعب صغير نفتش عن صديق كبير لا شعب صغير يسعى لجعل الأمة الكبيرة عدوة له فشكرني الرجل وانصرف وبعد ساعة جاء السفير الأمريكي وشكرني على القوانين التي أعددتها في تحديد الملكية الزراعية وفي الكفالة الصحية وفي القيام بعدة مشاريع إصلاحية للعمال والفلاحين وقال إننا ما كنا ننتظر مثل هذه القوانين من حزب الشعب فهي التي تقف في وجه الشيوعية وبعد هذه المقدمة دهشت إذ رأيته يطلب مني الشيء نفسه الذي طلبه مني السفير الإنجليزي البلاد مقدمة على خطر وإذا كان لابد من إلغاء المعاهدة المصرية فلابد من الاتفاق على معاهدة الدفاع المشترك وبعد يومين انتهت مدة رئاسة لمجلس النواب ورشح الحزب ناظم القدس لرئاسة المجلس وكانت الأخطار محدقة في المنطقة ولابد من قوة تتصدى للدفاع عنها ولذلك لما ألغيت المعاهدة المصرية طرح مشروع الدفاع المشترك ولقد كان حسن الحكيم ضد إلغاء المعاهدة ومع الدفاع المشترك الذي يسمح للجيش الإنجليزي بالعودة إلى مصر في حالة الخطر والمظاهرة الكبرى التي قمنا بها كانت تأييدا لإلغاء المعاهدة وضد مشروع الدفاع المشترك وكانت هذه المظاهرة من أسباب استقالة حسن الحكيم بعد أيام قليلة والمعاهدة كانت ستنتهي مدتها بعد أشهر فعجل النحاس بإلغائها حتى لا يترك للحلفاء فرصة البحث في البديل عنها إذ كان في نيتهم طرح مشروع الدفاع المشترك الذي يعطي الحق لجيوش الحلفاء أن تنزل في مصر عندما تكون هناك أخطار تهدد المنطقة وكان موقفنا أن جيوش المنطقة قادرة وحدها للدفاع عنها 25- عودة إلى اعتقال الشيشكل للوزراء سؤال ذكرتم فيما سبق قصة تشكيلكم الوزارة واعتقالكم جميعا في اليوم التالي فهل من مزيدا تضيفونه إلى ما تقدم؟ صدرت مراسيم تأليف الوزارة في الساعة الثامنة مساء ومع الفجر لملمونا جميعا واعتقلونا قبل أن نباشر أي عمل وأبلغ هاشم الأتاسي أنهم لن يفرجوا عنا إلا إذا استقلنا فأرسل هاشم الأتاسي رئيس ديوان القصر الجمهوري إبراهيم عبدوسامي إلى السجن يطلب إلينا أن نستقيل سؤال من المعتقلون آنذاك؟ اعتقل أعضاء الوزارة كلهم ما عدا علي بوظو ورشاد برمدة كما اعتقل ناظم القدس ورشيد الكيخية فرفضت أنا الاستقالة قالوا سيرجع الجيش إلى ثكاناته على أن أستقيل من رئاسة الوزارة وتتألف حكومة جديدة فقلت ربي السجن أحب إلي ومضى أسبوع وأنا مصر على رفض الاستقالة وعندئذ قام ناظم القدس وكتب عريضة بالاستقالة وقعها هو ووقعها عبد الرحمن العظم وأحمد قنبر وعبد الوهاب حومد وأتاني ناظم القدس يقول هؤلاء الوزراء كلهم استقالوا والخطاب باستقالتهم موجه إلى رئيس الجمهورية قلت له لا الوزير دستوريا يقدم استقالته إلى رئيس الوزارة وأنا أرفعه إلى رئيس الجمهورية وأنا لن أستقيل وإنما أقبل استقالة الوزراء وهددت بأنهم إذا استقالوا فسأعلن أسماء وزراء جدد ثم قلت لناظم القدس في معركة كلامية دارت بيننا أنت يناظم بك كلفتني وألححت علي تأليف الوزارة والآن تريد مني أن أستقيل بعد 24 ساعة من تأليفها ولما قلت لكم إن من الحكمة أن نشرك عسكريا في الوزارة قلت لي أنت خائف أنا لا أخاف ولن أستقيل وإني على استعدادا لتعيين وزراء جدد وأنا في السجن وهناك يئس الجماعة من استقالتي ومزق العريضة وبقينا صامدين وبعد مفاوضات نقلون إلى السجن المستشفى العسكري سؤال كم بقيتم في السجن؟ بقينا ثلاثة أشهر وبعد ذلك بدأوا يخرجون الوزراء واحدا واحدا وأخرجوا رجدي وناظم وبقيت وحدي وأذكر أن رشاد برمدة جاء ليقنعني أيضا بالاستقالة وتحت الضغط العسكري قلفت حكومة جديدة سؤال من ألفها؟ هاشم الأتاسي بالاتفاق مع من خرج من السجن من جماعتنا وبقيت وحدي في السجن معلنا رفضي الاستقالة وأضربت عن الطعام ورحت أهاجم أديب الشيشكلي وبعض السجانين وعندئذ بعث الشيشكلي يعرض علي أن أتعاون معه فقلت له أنا آخر من يتعاون معك وجرت معه مفاوضات وبعد مدة أطلق سراحي على أساس أنه سيحقق الوحدة العربية فقلت له ترد السلطة إلى الشعب أولا فإذا عاد الشعب واختارك واختارني نتعاون معا أما أن تستلب السلطة بغير إذن من الشعب فأنا لا أتعاون معك ولن أحيد عن موقفي عندئذ اعتقلني مرة ثانية وبقيت في السجن حتى أعلن أنه سيضع دستورا يطرحه للاستفتاء وبعد مفاوضات أخرجني من السجن وذهبت إلى الاجتماع الذي عقد في حمص ورفضنا فيه دستور الشيشكل كما أسلفت ومنذ ذلك الحين كانت أمور الشيشكل تسير من سيئ إلى أسوأ بعد بقائه في الحكم سنتين سؤال هل أعلن الشيشكل نفسه رئيسا للجمهورية بعد اعتقالكم مرة ثانية؟ أعلن نفسه رئيسا للدولة كان سمى فوز سيلو رئيسا للدولة قبل ذلك مؤقتا ثم أجرى استفتاء على أنه رئيس الدولة وكلف فوز سيلو بتأليف وزارة وفي هذه المدة التي صار فيها رئيس دولة كانت المفاوضات تجري معي وأنا في السجن والبلاد مضطربة قلقة وكان يأتي إلى منزل السفير السعودي عبد الفتاح ياسين في الليل وهو رئيس جمهورية ويسهر عنده ويبكي ويقول كما حكى لي عبد الفتاح ياسين أنا أخطأت مع معروف الدواليبي انظروا طريقة أتفاهم بها معه ستة وعشرون محاولة الإغتيال سؤال ذكرتم فيما سبق أنكم دعيتم إلى العراق بعد مؤتمر حمص فكيف كان خروجكم من سوريا لما جاءتني الدعوة إلى العراق أبلغت رجد الكيخية وبقية الإخوان أنه جاءني دعوة وأريد الخروج فقال رشاد جبري أنا أدبر أمر خروجك من سوريا واتصل بإبراهيم الحسيني مدير الشرطة العسكرية وكان صديقا له وقال له إن فلانا متعب ويريد الخروج من سوريا للراحة وكان أخي ملحقا عسكريا في العراق فجاء إلى بيروت لاستقبالي فوافقوا على خروجي وهم يكيدونني يريدون إمساكي وإمساك أخي في بيروت وركبت سيارة ومع زوجتي ورشاد جبري يقود السيارة وأنا بجانبه وكانت أيام صيف والدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في مصف قريب من عالية في لبنان فلما اقتربنا منه قلت لرشاد سنمر على القرية التي أصطاف فيها أخونا الدكتور مصطفى ولحظت أن وراءنا سيارة تتابعنا فقلت لرشاد ينبغي أن نكشف أمر هذه السيارة أهي مصادفة ترافقنا أم تترصدنا فلنخرج من الخط لنرى إلى أين ستتبعنا ودخلنا فجأة على اليسار في الطريق القادم من دمشق قرب بحمدون وهو منعرجات جبلية ووقفنا قليلا فإذا السيارة تتبعنا ثم جاوزتنا فتبعناها نحن حتى وصلنا إلى الساحة فسألنا أين بيت الدكتور السباعي وكنا نعلم أنه في الساحة فدلونا على بيته ودخلنا منزله وكان غائبا فاعتذرنا لزوجته ونزلنا فإذا صاحب الدكان الذي سألناه عن البيت يقترب مني ويهمس في أذني قائلا هذه سيارة كانت تتبعكم فلما سألتموني عن بيت الدكتور السباعي جاء ركابها وسألوني بيت من هذا ولما فتحوا السيارة كان فيها رشاش فانتبهوا قلت لرشاد عندئذ يجب أن ننفذ منهم فنمشي ببطء ونرجع إلى طريق بيروت ونمشي في المنعرجات وقبل أن نصل إلى بيروت يجب أن نتخلص منهم لكأنهم يدبرون عملية اغتيال وقلت لرشاد عندما نصل إلى الشرطة عالية ندخل المنعطف المؤدي إلى صيدة وبذلك يظنون أننا ماضون في الطريق العام ولنرى هل سيتبعوننا فلما وصلنا إلى المنعطف دخلناه دون أن يرون ونحن نمشي على مهل فلما رأوا السيارة أمامهم فظنوا أننا تابعنا سيرنا إلى بيروت في حين كنا نحن في طريق صيدة وهكذا أفلتنا منهم وكان لدي عنوان أخي مصطفى في قرية ريفون فذهبنا إليه وقلت لرشاد عد إلى القرية قبل أن نذهب إلى بيروت وانظر هل ترى السيارة التي تتعقبنا فيها فذهب إلى القرية فوجد السيارة وأقبل ركابها على سيارته ولكنهم لم يجدوا فيها معروف الدواليبي وظلوا يبحثون عني ولم أفهم سبب دعوة العراقيين لي حتى جاءني رسول من العراق يوضح لي السبب مع أنني معارض الوحدة معهم وقيل عني الوزير الأحمر وأديب الشيشكلي يمشي مع الغرب فكيف يستعينون بشخص معاد لهم وللغرب ضد أديب الشيشكلي المتفق معهم في السياسة الخارجية وقد سبق بيان هذا